حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيانا عن أبي إسحاق عن حريثة قال جاء ناس من أهل الشام إلى عمر رضي الله عنه فقالوا إن قد أصبنا أمولا وخيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور قال ما فعله صاحبايا قبل فأفعله واستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم علي رضي الله عنه فقال علي هو حسن إن لم يكن جزية راتبة يأخذون بها من بعدك حسنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي وائل أن الصبي بن معبد كان نصرانيا تغليبيا أعرابيا فأسلم فسأل أي العمل أفضل فقيل له الجهاد في سبيل الله عز وجل فأراد أن يجاهد فقيل له حجشت فقال لا فقيل حج واعتمر ثم جاهد فانطلق حتى إذا كان بالحوابط أهل به ما جميعا فرأه زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فقال له أضل من جمله أو ما هو بأهدى من ناقته فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فأخبره بقوله ما فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم قال الحكم فقلت لأبي وائل حدثك الصبي فقال نعم حثنا عفان حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمو قال صلى بنا عمرو بجمع الصبح ثم وقف وقال إن المشركين كانوا لا يفيدون حتى تطلع الشمس وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس حنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن كليب قال قال أبي فحدثنا به ابن عباس رضي الله عنهما قال وما أعجبك من ذلك كان عمرو رضي الله عنه إذا دعا الأشيخ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دعاني معهم فقال لا تتكلم حتى يتكلموا قال فدعان ذات يومين أو ذات ليلة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الليلة القدر ما قد علمتم فاتميسوها في العشر الأواخر وطرا ففي أي الوطر ترونها حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عاصم بن عمرو البجلي يحدث عن رجل من القوم الذين سألوا عمر بن الخطاب ما أتيناك نسألك عن ثلاث عن صلاة الرجل في بيته تطوعا وعن الغسل من الجنابة وعن الرجل ما يصلح له من امرأته إذا كانت حائضا فقال السحار أنتم لقد سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحد منذ سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلاة الرجل في بيته تطوعا نور فمن شاء نور بيته وقال في الغسل من الجنابة يغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يفيد على رأسه ثلاثا وقال في الحائض لهما فوق الإزار حثنا قوتيبة بن سعيد حدثنا أبن لهيعة عن أبي النظري عن أبي سلمة عن أبن عمر رضي الله عنه أنه قال رأيت سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيه بالعراق حين يتوضأ فأنكرت ذلك عليه قال فلما أجتمعنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لي سل أباك عما أنكرت علي من مسح الخفين قال فذكرت ذلك له فقال إذا حدثك سعد بشيء فلا ترد عليه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين حثنا هارون بن معروف قال حدثنا أبن وهبن عن عمر بن الحريث عن أبي النظري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين وأن عبد الله بن عمر سأل عمر رضي الله عنه عن ذلك فقال نعم إذا حدثك سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسأل عنه غيره حثنا عفان حدثنا همام بن يحيق قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطافاني عن معدنا بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام على المنبر يوم الجمعة فحمضا لها وأثنى عليه ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر رضي الله عنه ثم قال رأيت رؤية لا أراها إلا لحضور أجلي رأيت كأن ديك مقرن نقرتين قال وذكر لي أنه ديك أحمر فقصصتها على أسماء بنتي عميس إمرأة أبي بكر رضي الله عنهما فقالت يقتلك رجل من العجام قال وإن الناس يأمرونني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه وخلافته التي بعث بها نبيه صلى الله عليه وسلم وإن يعجل بأمر أمر فإن الشورى في هؤلاء الستة الذين مات نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فمن بايعتم منهم فاسمعوا له وأطيعوا وإني أعلم أن أناسا سيطعنون في هذا الأمر أنا قاتلتهم بيدي هذه على الإسلام أولئك أعداء الله الكفار الضلال ويم الله ما أترك في معاهد إلي ربي فاستخلفني شيئا أهم إلي من الكلالة ويم الله ما أغلظ لي نبي الله صلى الله عليه وسلم في شيء منذ صحبته أشد ما أغلظ لي في شأن الكلالة حتى طعنا بأصبعه في صدري وقال تكفيك آية الصيف التي نزلت في آخر سورة النساء وإني إن أعش فسأقضي فيها بقضاء يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأ وإني أشهد لها على أمراء الأمصار الأمصار إني إنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم ويبينوا لهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويرفع إلي ما عمي عليهم ثم أنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا الثوم والبصل ويم الله لقد كنت أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم يجد ريحهما من الرجل فيأمر به فيأخذ بيده فيخرج به من المسجد حتى يؤتى به البطيعة فمن أكلهما لابد فليمتهما طبخا قال فخطب الناس يوم الجمعة وأصيب يوم الأربعاء حتنا يعقوب حدثنا أبي عن أبني إسحاق قال حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال خرجت أنا والزبير والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبرنا تعاهدها فلما قدمناها تفرقنا في أموالنا قال فعدي علي تحت الليل وأنا نائم على فراشي ففدعت يداي من مرفقي فلما أصبحت استصرخ علي صاحبايا فأتياني فسألاني عمن صنع هذا بك قلت لا أدري قال فأصلح من يدي ثم قدموا بي على عمر فقال هذا عمل يهود ثم قام في الناس خطبا فقال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمل يهود خيبر على أن نخرجهم إذا شئنا وقد عدوا على عبد الله بن عمر رضي الله عنه ففدعوا يديه كما بلغك مع عدوتهم على الأنصار قبله لا نشك أنهم أصحابهم ليس لنا هناك عدو غيرهم فمن كان له مال بخيبر فليلحق به فإني مخرج يهود فأخرجهم حسنا حسن بن موسى وحسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين هو يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال عمر لم تحتبسون عن الصلاة فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت فقال أيضا ولم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل حسنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحوال عن أبي عثمان قال جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بأذربي جانا يا عطبة بن فرقد وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحريري فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهان عن لبوس الحريري وقال إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه حسنا حسن قال حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الأسود أنه سمع محمد بن عبد الرحمن أبن لبي بط يحدث عن أبي سناء أدو ألي أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنده نفر من المهاجرين الأولين فأرسل عمر إلى سفط أتي به من قلعة من العراق فكان فيه خاتم فأخذه بعض بنيه فأدخله في فيه فأنتزعه عمر منه ثم بك عمر رضي الله عنه فقال له ما عنده لما تبكي وقد فتح الله لاك وأظهرك على عدوك وأقر عينك فقال عمر رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله عز وجل بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وأنا أشفق من ذلك حثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبني إسحاق حدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصنع أحدنا إذا هو أجنب ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضع وضوءه للصلاة ثم لينم حنا يعقوب حدثنا أبي عن أبني إسحاق حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام إليه فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره فقلت يا رسول الله على عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا كذا وكذا يعدد أيامه قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبصم حتى إذا أكثرت عليه قال أخر عني يا عمر أني خويرت فاخترت وقد قيل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم لهم لو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت قالا ثم صلى عليه وما شا معه فقام على قبره حتى فرغ منه قال فاعجب لي وجراءتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم قال فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كافروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل حثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق كما حدثني عنه نافع مولاه قالا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول إذا لم يكن للرجل إلا ثوب واحد فليأتزر به ثم ليصلي فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ذلك ويقول لا تلتحفوا بالثوب إذا كان وحده كما تفعل اليهود قال نافع ولو قلت لكم إنه أسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجوت أن لا أكون كذبت حدثنا مؤمل حدثنا حماد قال حدثنا زياد بن مخراق عن شهر عن عقبة بن عامر قال حدثني عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات يؤمن بالله واليوم الآخر قيل له أدخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شئطة حثن أسود بن عامر قال أخبرنا جعفر يعني الأحمر عن مطرف عن الحكم عن مجاهد قال حذف رجل ابنا له بسيف فقط له فرفع إلى عمر فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاض الوالد من ولده لقتلتك قبل أن تبرح حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا زهير عن سليمان الأعماش حدثنا إبراهيم عن عبيسي بن ربيعة قال رأيت عمر نظر إلى الحجر فقال أما والله لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ثم قبله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا السائب بن يزيد بن أختنا ميرن أن حويتيب بن عبد العز أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قد مع العمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فقال له عمر ألم أحدث أنك تل من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمال تكرهتها قال فقلت بل فقال عمر رضي الله عنه فما تريد إلى ذلك قال قلت إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير وأريد أن تكون عمالة صدقة على المسلمين فقال عمر رضي الله عنه فلا تفعل فأني قد كنت أردت الذي أردت فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مني قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سأل فخذه وملا فلا تتبعه نفسك حتى نسكن بن نافع البهيلي قال حدثنا صالح عن الزهري قال حدثني ربيعة بن دراج أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سبح بعد العصر ركعتين في طريق مكة فرآه عمر رضي الله عنه فتغيظ عليه ثم قال أما والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها حدثنا محمد بن يزيد حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن رجل من قريش من بني سهمين عن رجل منهم يقالوا له ماجدة قال عرمت غلاما بمكة فعض أذن فقطع منها أو عضدت أذنه فقطعت منها فلما قدم علينا أبو بكر رضي الله عنه حاجا رفعنا إليه فقال انطلقوا به ما إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإن كان الجرح بلغ أن يقتص منه فليقتص قال فلما انتهي بناء العمر رضي الله عنه نظر إلينا فقال نعم قد بلغ هذا أن يقتص منه أدعو لي حجاما فلما ذكر الحجام قال أما أني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد أعطيت خالتي غلاما وأنا أرجو أن يبارك الله لها فيه وقد نهيتها أن تجعله حجاما أو قصابا أو صائغا حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق قال وحدثني العلاء بن عبد الرحمني عن رجل من بني سهمين عن أبن ماجيدة السهمي أنه قال حج علينا أبو بكر رضي الله عنه في خلافته فذكر الحديث حسنا عبيدة بن حميد عن داود بن أبي هند عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال خطب عمر رضي الله عنه الناس فقال إلا إن الله عز وجل رخص لنبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد مضى لسبيله فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله عز وجل وحصنوا فروج هذه النساء حسنا عبيدة بن حميد حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن أبن عمر عن عمر بن الخطب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد الرجل إذا أجنب قال نعم إذا توضأ حسنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا أبن المبارك قال حدثنا معمر عن الزهري عن ربيعة بن دراج أن علي رضي الله عنه صلى بعد العصر ركعتين فتغيض عليه عمر رضي الله عنه وقال أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عنها حسنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثنا شريح بن عبيد قال قال عمر بن الخطب رضي الله عنه خرجت أتعرض الرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعت أعجب من تأليف القرآن قال فقلت هذا والله شاعر كما قالت قريش قال فقرأه إنه لقول رسول كريمين وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون قال قلت كاهن قال ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكو من أحد عنه حاجزنا إلى آخر السورة قال فوقع الإسلام في قلبي كل موقع حدثنا أبو المغيرة وعصام بن خالد قال حدثنا سفوان وعن شريحي بن عبيد وراشدي بن سعد وغيره ما قالوا لما بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سلغ حدثا أن بالشام وباء شديدا قال بلغني أن شدة الوباء في الشام فقلت إن أدركني أجلي وأبو عبيدة بن الجراح حي استخلفته فإن سألني الله لما استخلفته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم قلت إني سمعت رسولك صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي أمينا وأميني أبو عبيدة بن الجراح فأنكر القوم ذلك وقالوا ما بال عليا قريش يعنون بن فهر ثم قال فإن أدركني أجلي وقدت وأفي أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل فإن سألني ربي عز وجل لما استخلفته قلت سمعت رسولك صلى الله عليه وسلم يقول يقول إنه يحشر يوم القيامة بين يدي العلماء نبذة حنى أبو المغيرة حدثنا أبن عياش قال حدثني الأوزاعي وغيره عن الزهري عن سعيدي بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ولد لأخي أمي سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم غلام فسموه الوليد فقال النبي صلى الله عليه وسلم سميتموه بأسماء فراعنتكم لا يكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد وهو شر على هذه الأمة من فرعون لقومه حثنا بهز حدثنا أبان عن قتادة عن أبي العالية عن أبن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون منهم عمر وأرضاهم عندي عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس حثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نوفير عن الحارث بن معاوية الكندي أنه ركيب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله عن ثلاث خلال قال فقدم المدينة فسأله عمر رضي الله عنه ما أقدمك قال لأسألك عن ثلاث خلال قال وما هن قال ربما كنت أنا والمرأة في بناء ضيق فتحضر الصلاة فإن صليت أنا وهي كانت بحذائي وإن صلت خلفي خرجت من البناء فقال عمر تستر بينك وبينها بثوب ثم تصلي بحذائك إن شئت وعن الرجعتين بعد العصر فقال نهاني عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن القصص فإنهم أرادوني على القصص فقال ما شئتك أنه كره أن يمنعه قال إنما أردت أن أنتهي إلى قولك قال أخشى عليك عليك أن تقص فترتفع عليهم في نفسك ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم بمنزلة الثرية فيضعك الله تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك حثن بشر بن شعيبي بن أبي حمزة قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل ينهىكم أن تحرفوا بآبائكم قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ولا تكلمت بها ذاكرا ولا آثرا حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن راشد بن سعد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من الخيل والرقيق صدقة حثن علي بن إسحاق أنبأنا عبد الله يعني ابن المبارك أنبأنا محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن أبن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس الجابية فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قام فيكم فقال استوصوا بأصحابي خيرا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب حتى أن الرجل لا يبتدئ بالشهادة قبله أن يسألها فمن أراد منكم بحبحة الجنة فليزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد لا يخلو أن أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ومن سرته حسنته وسأته سيئته فهو مؤمن حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو بكر عن حكيم بن عمير وضمرة بن حبيب قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من سره أن ينظر إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هدي عمر بن الأسود حسنا أبو سعيد مولى بن هاشمين قال حدثنا زائدة حدثنا سماك عن عكر متى عن أبن عباس قال قال عمر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركب فقال رجل لا وأبي فقال رجل لا تحلفوا بآبائكم فاتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا عصام بن خالد وأبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه أن أبا هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصى ما مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى قال أبو بكر والله لا أقاتلن قال أبو اليمان لا أقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقاتلتهم على منعها قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه للقطار فعرفت أنه الحق حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثنا عمر بن شعيب عن عبد الله بن عمر بن العاصي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ولا بعد العصر حتى تغيب الشمس حدثنا الحكم بن نافع حدثنا أبن عياش عن أبي صبع عطبة بن تميمين عن الولدي بن عامر اليازني عن عروة بن مغيث الأنصاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الدابة أحق بصدرها حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن راشد بن سعد عن حمرتاب بن عبد كلال قال سار عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام بعد مسيره الأول كان إليها حتى إذا شرفها بلغه ومن معه أن الطاعون فشن فيها فقال له أصحابه ارجع ولا تقحم عليه فلو نزلتها وهو بيها لم نرى لك الشخص عنها فانصر فراجعا إلى المدينة فعرس من ليلته تلك وأنا أقرب القوم منه فلما انبعث انبعثت معه في أثره فسمعته يقول ردوني عن الشام بعد أن شرفت عليه لأن الطاعون فيه ألا وما منصر فيه عنه مؤخر في أجلي وما كان قدميه معجلي عن أجلي ألا ولو قد قدمت المدينة ففرغت ففرغت من حاجات لا بد لي منها لقد صرت حتى أدخل الشام ثم أنزل حمص فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليبعثن الله منها يوم القيامة سبعين ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب عليهم مبعثهم فيما بين الزيتون وحائطها في البرث الأحمر منها أدثنا عبد الله بن يزيد أخبرنا حيوة أخبرنا أبو عقيل عن أبن عمه عن عقبة بن عامر أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يحدث أصحابه فقال من قام إذا استقلت الشمس فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصل ركعتين غفر له خطاياه فكان كما ولدته أمه قال عقبة بن عامر فقلت الحمد لله الذي رزقني أن أسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكانت جاهي جالسا أتعجب من هذا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجب من هذا قبل قبل أن تأتي فقلت وماذاك بأبي أنت وأمي فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو أشهد أن محمد عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شيئا حثنا سليمان بن داود يعني أبا داود الطيالسية قال حدثنا أبو عوانة عن داود الأودي عن عبد الرحمن المسلي عن الأشعثي بن قيس قال ضفت عمر فتناولى امرأته فضربها وقالا يا أشعث احفظ عني ثلاثا حفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته ولا تنم إلا على وتر ونسيت الثالثة حان عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا يزيد يعني الرشكة عن معافة عن أم عمر وأبنتي عبد الله أنها سمعت عبد الله بن الزبير يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في خطبته إنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يلبس الحريرة في الدنيا فلا يكساه في الآخرة حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا أبن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليسيرا الراكب في جانبات المدينة ثم لا يقول لقد كان في هذا حاضر من المؤمنين كثير قال أبي أحمد بن حنبل ولم يجوز به حسن الأشاب جابرا حسن هارون حدثنا أبن وهب حدثني عمر بن الحارثي أن عمر بن السائب حدثه أن القاسم ابن أبي القاسم السبائي حدثه عن قاس الأجناد بالقسطنطينية أنه سمعه يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا أيها الناس أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها بالخمر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام حسن أبو سلمة الخزاعي أنبأنا ليث ويونس حدثنا ليث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي عن الولدي بن أبي الوليدي عن عثمان بن عبد الله يعني ابن سراقة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أظل رأس غاز أظله الله يوم القيامة ومن جهز غازيا حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت قال قال يونس أو يرجع ومن بن لله مسجدا يذكر فيه اسم الله تعالى بن الله له به بيتا في الجنة حسن عفان حدثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش عن شقيق عن سلمن بن ربيعة قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة فقلت يا رسول الله لغير هؤلاء أحق منهم أهل الصفة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تخيروني بين أن تسألوني بالفحش وبين أن تبخلوني ولست بباخل حسن عفان حدثنا خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عاصم بن عبيد الله عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحدث توضأ ومسح على الخفين حسن عفان حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مستندا إلى أبن عباس وعنده ابن عمر وسعيد بن زيد رضي الله عنهما فقال أعلم أني لم أقل في الكلالة شيئا ولم أستخلف من بعدي أحدا وأنه من أدرك وفاتي من سبي العربي فهو حر من مال الله عز وجل فقال سعيد بن زيد أما إنك لو أشرت برجل من المسلمين لأتمنك الناس وقد فعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه واعتمنه الناس فقال عمر رضي الله عنه قد رأيت من أصحاب حرصا سيئا وإني جعل هذا الأمر إلى هؤلاء النفار الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض راض ثم قال عمر رضي الله عنه لو أدركني أحد رجليني ثم جعت هذا الأمر إليه لو ثقت به سالم مولى أبي حذيف وأبو عبيدة بن الجراحي حانا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثني أبو العالية عن أبن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر رضي الله عنه وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس حثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيمين عن سعيدي بن جبير عن أبن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكب على الركن فقال أني لا أعلم أنك حجر ولو لم أرى حبيبي صلى الله عليه وسلم قبلك واستلمك ما استلمتك ولا قبلتك ولا قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حثنا عفان حدثنا حماد أنبأنا عمار بن أبي عمار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خاتما من ذهب فقال ألقذ فألقاه فتختم بخاتمين من حديد فقال ذا شر منه فتختم بخاتمين من فضة فسكت عنه حثنا معاوية بن عمر حدثنا زائدة حدثنا عاصم وحسين بن علي عن زائدة عن عاصمين عن زر عن عبد الله قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فأتاهم عمر رضي الله عنه فقالا يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يأم الناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر رضي الله عنه فقالت الأنصار نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر رضي الله عنه حثنا موسى بن داود حدثنا أبن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبره أنه رأى رجلا توضأ للصلاة فترك موضع ظفر على ظهر قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع فتوضأه ثم صلى حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا الهيثم بن رافع الطاطري بصري حدثني أبو يحيى رجل من أهل مكة عن فروخ مولى عثمان أن عمر رضي الله عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين خرج إلى المسجد فرأ طعاما منثورا فقال ما هذا الطعام فقالوا طعام جلب إلينا قال بارك الله فيه وفي من جلبه قيل يا أمير المؤمنين فإنه قد أحتكر قال ومن أحتكره قال فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمر فأرسل إليه ما فدعاهما فقال ما حملكما على احتكار طعام المسلمين قال يا أمير المؤمنين نشتري بأموالنا ونبيعه فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاسي بالإفلاسي أو بجوذمين فقال فروخ عند ذلك يا أمير المؤمنين أعاهد لها وأعاهدك أن لا أعود في طعامين أبدا وأما مولى عمر فقال إنما نشتري بأموالنا ونبيعه قال أبو يحيى فلقد رأيت مولى عمر مجذوما حثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب عن الزهري حدثنا سالم بن عبد الله أن عبد الله ابن عمر قال سمعت عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وملا فلا تتبعه نفسك حدثنا هارون حدثنا أبن وهبن أخبرني يونس عن أبن شيهاب عن سالمين عن أبيه قال سمعت عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعطيني العطاء فذكر معناه حسنا حجاج حدثنا ليث حدثني بكير عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جبير بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هششت يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما فقبلت وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمط بماء وأنت صائم قلت لا بأس بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما حان يونس بن محمد حدثنا داود يعني ابن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود أنه قال أتيت المدينة فوفيتها وقد وقع فيها مرض فهم يموتون موتا ذريعا فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت به جنازة فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر رضي الله عنه وجبت ثم مر بأخر فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر رضي الله عنه وجبت ثم مر بالثالثة فأثني عليها شرا فقال عمر رضي الله عنه وجبت فقال أبو الأسود ما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلمين شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة قال فقلنا وثلاثة قال فقال وثلاثة قال قلنا واثنان قال واثنان قال ثم لم نسأله عن الواحد حدثنا أبو سعيد حدثنا ابن لهيعة حدثنا بكير عن سعيدي بن المسيبي عن عمر قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان والفتحة في رمضان فأفطرنا فيهما حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا المثنى بن عوف العنزي بصري قال أنبأنا الغضبان بن حنظلة أن أباه حنظلة ابن نوعيمين وفد إلى عمر فكان عمر إذا مر به إنسان من الوفد سأله ممن هو حتى مر به أبي فسأله ممن أنت فقال من عنازة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حي من هاهنا مبغي عليهم منصورون حسن حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن معمر أنه سأل سعيد بن المسيبي عن الصيام في السفر فحدثه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوتين في شهر رمضان يوم بدر ويوم الفتح فأفطرنا فيهما حدثنا أبو سعيد حدثنا ضيلم بن غزوان عبدي حدثنا ميمون الكردي حدثني أبو عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوى فما أخاف على أمة كل منافق عليم اللسان حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثنا صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله أنه كان مع مسلمة بن عبد الملك في أرض الروم فوجد في متاع رجل غلول فسأل سالم بن عبد الله فقال حدثني عبد الله عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتم في متاعه غلولا فأحرقوه قال وأحسبوه قال واضربوه قال فأخرج متاعه في السوق قال فوجد فيه مصحفا فسأل سالما فقال بعه وتصدق بثمنه حدثنا أبو سعيد وحسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمر بن ميموء عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من خمس من البخل الجبن وفتنة الصدر وعذاب القبر وسوء العمر حدثنا أبو سعيد حدثنا أبن لهيعة قال سمعت عطاء بن دينار عن أبي يزيد الخولاني أنه سمع فضالة ابن عبيد يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء ثلاثة رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق لها حتى قتل فذلك الذي يرفع إليه الناس أعناقهم يوم القيامة ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه حتى وقعت قلن سوتته أو قلن سوت عمر ورجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فكأنما يضرب جده بشوك الطلح أتاه سهم غرب فقط له هو في الدرجة الثانية ورجل مؤمن جيد الإيمان خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق لها حتى قتل فذلك في الدرجة الثالثة حثنا أبو سعيد حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر رضي الله عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليقاد والد من ولد finden وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرث المال من يرث الولاء حثنا حسن حدثنا ابن لهيعة تحدثنا عمر بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد لولد من والده حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا الضحاك بن شرحبيلا عن زيدي بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع مرة مرة حسن يحيى بن اسحاق انباء ابن لهيعة عن عطائي بن دينار عن ابي يزيد الخولني قال سمعت فضالت ابن عبيد يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء اربعة رجل مؤمن جيد الامان لقي العدو فصدق لها فقوتل فذلك الذي ينظر الناس اليه هكذا ورفع رأسه حتى سقطت قرن سوة رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سوة عمر والثاني رجل مؤمن لقي العدو فكأنما يضرب ظهره بشوك الطلح جاءه سهم غرب فقط له فذاك في الدرجة الثانية والثالث رجل مؤمن خلط عملا صالحا واخر سيئا لقي العدو فصدق لها عز وجل حتى قتل قال فذاك فذاك في الدرجة الثالثة والرابع رجل مؤمن اسرف على نفسه اسرافا كثيرا لقي العدو فصدق لها حتى قتل فذاك في الدرجة الرابعة حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين بن سعد حدثني ابو عبد الله الغافقي عن زيدي بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه توضع عمت ابوك واحدة واحدة حسن حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا ابو الزبير عن جابر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج اهل مكة ثم لا يعبر بها او لا يعرفها الا قليل ثم تمتلئ وتبنى ثم يخرجون منها فلا يعودون فيها ابدا حدثنا الحسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا ابو الزبير عن جابر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ لصلاة الظهر فترك موضع ظفر على ظهر قدمه فابصره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فاحسن وضوءك فرجع فتوضأ ثم صلى حدثناه شيم قال زعم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا توطروني كما اطرت النصار عيسى ابن مريم عليه السلام فانما انا عبد الله ورسوله حدثناه شيم انبأنا ابو بشر عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال نزلت هذه الاية ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوارن بمكة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال كان اذا صلى باصحابه رفع صوته بالقرآن قال فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن انزله ومن جاء به فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك اي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ولا تخافت بها عن اصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك وابتغ بين ذلك سبيلا حثناه شيم انبأنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقاله شيم مرة خطبنا فحمد الله تعالى واثنى عليه فذكر الرجم فقال لا تخدعنا عنه فانه حد من حدود الله تعالى لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده ولولا ان يقول قائلون زاد عمر في كتاب الله ما ليس منه لا كاتبته في ناحية من المصحف شهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقاله شيم مرة وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا من بعده الا وانه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقومين يخرجون من النار بعدما امتح شو حفنه شيم انبأنا حميد عن انس قال قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلا فنزلت واتخذوا من مقام ابراهيم مصلا وقلت يا رسول الله ان نساءك يدخلوا عليهن البر والفجر فلو امرتهن ان يحتاج ابن فنزلت آية الحجاب واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة فقلت لهن عسى ربه انطلقكن ان يبدي له ازواجا خيرا منكن قال فنزلت كذلك حفن عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن عروتا بن الزبير عن المسوري بن مخرمة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام ابن حكيم ابن حزامين يقرأ سورة الفرقان فقرأ فيها حروفا لم يكن نبي الله صلى الله عليه وسلم اقرأنيها قال فاردت ان اساوره وهو في الصلاة فلما فرغ قلت من اقرأك هذه القراءة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت كذبت والله ما هكذا اقرأك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذت بيده اقوده فانطلقت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انك اقرأتني سورة الفرقان واني سمعت هذا يقرأ فيها حروفا حروفا لم تكن اقرأتنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا هشام فقرأ كما كان قرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا انزلت ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت فقال هكذا انزلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان القرآن ان القرآن نزل على سبعة احرف حثنا عمرو بن الهيثمي حدثنا شعبة عن سماكي بن حرب عن النعماني بن بشير عن عمر قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوي ما يجيد ما يملأ به بطنه من ادى قلي عدثنا ابن ابي عادي عن حميد عن انس قال قال عمرو وافقت ربي عز وجل في ثلاث او وافقني ربي في ثلاث قال قلت يا رسول الله لو اتخذت المقام مصلا قال فانزل الله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلا وقلت لو حجبت عن امهات المؤمنين فانه يدخل عليك البر والفجر فانزلت اية الحجاب قال وبلغني عن امهات المؤمنين شيء فاستقريتهن اقول لهن لتكفن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او ليبدلنه الله بكنا ازواجا خيرا من كنا مسلمات حتى اتيت على احدى امهات المؤمنين فقالت يا عمرو اما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن فكففتوا فانزل الله عز وجل عصى ربه ربه انطلقكن ان يبدله ازواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات او الاية حتى الوليد بن مسلمين حدثنا الاوزاعي ان يحيى ابن ابي كثير حدثه عن عكرمة مولى ابن عباس قال سمعت ابن عباس يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالعقيق يقول اتني الليلة ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة قال الوليد يعني ذا الحليفة حثنا سفيان عن الزهري سمع مالك ابن اوسي بن الحدثان سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سفيان مرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول زهبوا بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء وتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء حنا سفيان عن الزهري سمع أبا عبيد قال شهدت العيد مع عمر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسككم حنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة عن أبن عباس عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصار عيسى أبن مريم عليه السلام فإنما أنا عبد فقولوا عبده ورسوله حثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن أبن عمر عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنوب قال يتوضأ وينام إن شاء وقال سفيان مرة ليتوضأ ولينام حدثنا سفيان عن زيدي بن أسلم عن أبيه أن عمر حمل على فرس في سبيل الله فرآها أو بعض نتاجها يباع فأراد شراءه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال اتركها توافك أو تلقها جميعا وقال مرتين فناهاه وقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك حنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامري بن ربيعة يحدث عن عمر رضي الله عنه يبلغ به النبي وقال سفيان مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابع بين الحج والعمرة فإن متبعة بينهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد حثنا سفيان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم للطيمي عن علق متاب بن وقاص قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية ولكل أمر إنما نوى فمن كانت هجرته إلى الله عز وجل فهجرته إلى مهاجر إليه ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو أمرأة ينكحها فهجرته إلى مهاجر إليه حانا سفيان عن عبدتابن أبي لبابتا عن أبي وائل إن قال قال الصبي بن معبدن كنت رجلا مصرانيا فأسلمت فأهلت بالحج والعمرة فسامعني زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة وأنا أهل بهما فقال لهذا أضل من بعير أهله فكأنما حمل علي بكلمته ما جبل فقدمت على عمر رضي الله عنه فأخبرته فأقبل عليه ما فلامهما وأقبل علي فقال هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم قال عبدت قال أبو وائل كثيرا ما ذهبت أنا ومسروق إلى الصبي نسأله عنه حانا سفيان عن عمر وعن طاوس عن أبن عباس ذكر لعمر أن سمرة وقال مرة بلغ عمر رضي الله عنه أن سمرة باع خمرا قال قاتل الله سمرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها حانا سفيان عن عمر ومعمر عن الزهري عن مالك بن أوسي بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت أموال بني النظير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة وكان ينفق على أهله منها نفقت سنة وقال مرة قوت سنة وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل حثنا سفيان عن عمر وعن الزهري عن مالك بن أوسي قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول لعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد نشدتكم بالله الذي تقوم السماء والأرض به أعلمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لنورث ما تركنا صدقة قالوا اللهم نعم حثنا سفيان عن ابن أبي يزيد عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولاد للفراش حثنا أبن إدريس أنبأنا أبن جريج عن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال سألت عمر بن الخطاب قلت ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتينكم الذين كفروا وقد أمن الله الناس فقال لي عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته حثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه وهو بعرفة قال أبو معاوية وحدثنا الأعمش عن خيثمة عن قيس بن مروان أنه آت عمر رضي الله عنه فقال جئت يا أمير المؤمنين من الكوفة وتركت بها رجلا يملي المصاحف عن ظهر قلبه فغضب وانتفخ حتى كده يملأ ما بين شعبتي الرحل فقال ومن هو ويحك قال عبد الله بن مسعود فما زال يطفأ ويسر عنه الغضب حتى عاد إلى حاله التي كان عليها ثم قال ويحك والله ما أعلمه بقي من الناس أحد هو أحق بذلك منه وسأحدثك عن ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزال يسمر يسمر عند أبي بكر رضي الله عنه الليلة كذاك في الأمر من أمر المسلمين وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه فإذا رجل قائم يصلي في المسجد فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع قراءته فلما كدنا أن نعرفاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد قال ثم جلس الرجل يدعو فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له سلتعطه سلتعطه قال عمر رضي الله عنه قلت والله لأغدونا إليه فلا أبشر أنه قال فغدوت إليه لأبشره فوجدت أبا بكر قد سباقني إليه فبشره ولا والله ما سبقته إلى خير قد طوء إلا وسبقني إليه حرن أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبسي بن ربيعة فقال رأيت عمر رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول إني لا أقبلك وأعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابير بن سمرة قال خطب عمر الناس الجابية فقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في مثل مقامي هذا فقال أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم يحلف أحدهم على اليمين قبلا أن يستحلف عليها ويشهد على شهادة قبل أن يستشهد فمن أحب منكم أن ينال بحبوحة الجنة فليزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من أهل اثنين أبعد ولا يخلوهن رجل بامرأة فإن ثالث هما الشيطان ومن كان منكم تسره حسنته وتسوءه سيئته فهو مؤمن حدثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر رضي الله عنه قالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه حدثنا إسماعيل عن سعيدي بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعدي عن معدنا بن أبي طلحة قال قال عمر رضي الله عنه ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حتى طعنا بأصبعه في صدري وقال تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء حسنا يحيى حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن سعيدي بن المسيب عن أبن عمر عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بالنياحة عليه حان يحيى عن عبد الملك حدثنا عبد الله مولى أسماء قال أرسلتني أسماء إلى أبن عمر أنه بلغها أنك تحرم أشياء ثلاثة العلماء في الثوب وميثرة الأرجوان وصوم رجب كله فقالا أما ما ذكرت من صوم رجب فكيف بمن يصوم الأبد وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس الحريرة في الدنيا لم يلبسه في الآخرة حسنا يحيى بن سعيد وأنا سألته حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا ثابت عن أنس قال لكننا مع عمر بين مكة والمدينة فترأينا الهلال وكنت حديد البصري فرأيته فجعت أقول لعمر أما تراه قال سأراه وأنا مستلق على فراشي ثم أخذ يحدثنا عن أهل بدر قال أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين مصارعهم بالأمس يقول هذا مصرع فلاء غدا إن شاء الله تعالى وهذا مصرع فلاء غدا إن شاء الله تعالى قال فاجعلوا يصرعون عليها قال قلت والذي بعثك بالحق ما أخطأتيك كانوا يصرعون عليها ثم أمر بهم فطرحوا في بئر فانطلق إليهم فقال يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعدكم الله حقا فأني وجدت ما وعدني الله حقا قال عمرو عمرو يا رسول الله أتكلم قوما قد جيفوا قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا حسنا يحيى حدثنا حسين المعلم حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قالا فلما رجع عمرو جاء بن مع مري بن حبيب يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصابته من كان فقد لنا به قال قرأت على يحيى بن سعيد عن عثمان بن غياث حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميدي بن عبد الرحمن الحمياري قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه فقالا إذا رجعتم إليهم فقولوا إن أبنى عمر منكم بريء وأنتم منه براء ثلاث مرار ثم قال أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم بينهم جلوس أو قعود عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يمشي حسن الوجه حسن الشعر عليه ثياب بياض فنظر القوم بعضهم إلى بعض ما نعرف هذا وما هذا بصاحب سفر ثم قال يا رسول الله آتيك قال نعم فجاء فوضع ركبتيه عند ركبتيه ويديه على فخذيه فقال ما الإسلام قال شهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتأتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت قال فما الإيمان قالا أن تؤمن بالله وملائكته الجنة والنار والبعث بعد الموت والقدر كله قال فما الإحسان قالا أن تعمل لله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فمت الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلماء من السائل قال فما أشراطها قال إذا العرات الحفة العالة رعاء الشاء تطاول في البنيان وولدت الإيماء ربتهن قال ثم قال علي الرجل فطلبوه فلم يروا شيئا فمكث يومين أو ثلاثة ثم قال يا أبن الخطاب أتدري من السائل قالوا عن كذا وكذا قال الله ورسوله أعلم قال ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم قال وسأله رجل رجل من جهينة أو مزينة فقال يا رسول الله فيما نعمل أفي شيء قد خلا أو مضى أو في شيء يستأنف الآن قال لا في شيء قد خلا أو مضى فقال رجل أو بعض القوم يا رسول الله فيما نعمل قال أهل الجنة يسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار يسرون لعمل أهل النار قال يحيى قال هو هكذا يعني كما قرأت علي حسنا يحيى عن شعب تحدثني سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الحكام قال سألت أبن عباس رضي الله عنه عن نبي ذي الجر والدباء فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبي ذي الجر والدباء وقال من سره أن يحرم ما حرم الله تعالى ورسوله فليحرم النبي إذا قال وسألت أبن الزبير فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء الجر قال وسألت أبن عمر رضي الله عنه فحدث عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة قال وحدثني أخي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر والدباء والمزفة والبصر والتمري حثن يحيى بن سعيد أنا سألته حدثنا هشام حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعدي عن معدنى بن أبي طلحة أن عمر رضي الله عنه خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر رضي الله عنه وقال إني قد رأيت كأندي كان قد نقرني نقرتيني ولا أراه إلا لحضور أجلي وإن أقواما يأمروني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته هو الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن عجل بأمر فالخلافة شور بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وإني قد علمت أن قوما سيطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام الإسلام فإن فعل فأولئك أعداء الله الكثرة الضلال وإني لا أدع بعدي شيئا أهم إلي من الكلالة وما أغلظ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء منذ صاحبته ما أغلظ لي في الكلالة وما راجعته في شيء ما راجعته في الكلالة حتى طعنا بأصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء فإن أعش أقضي فيها قضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن ثم قال اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار فإنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويقسم فيهم فيئهم ويعدلوا عليهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم أيها الناس إنكم تأكلون تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخذ بيده فأخرج إلى البقيع ومن أكلهما فليمتهما طبخا حسن عبد الله بن نمير عن مجالد عن عامر عن جبري بن عبد الله قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لطلحة بن عبيد الله ما لي أراك قد شعثت واغبررت منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك ساءك يا طلحة إمارة ابن عمك قال معاذ الله أني لا أجدركم أن لا أفعل ذلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا أني لا أعلم كلمة لا يقولها أحد عند حضرة الموت إلا وجد روحه لها روحا حين تخرج من جسده وكانت له نورا يوم القيامة فلم أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ولم يخبرني بها فذلك الذي دخلني قال عمر رضي الله عنه فأنا أعلمها قال فلله الحمد فما فما هي قال هي الكلمة التي قالها لعمه لا إله إلا الله قال طلحة صدقت حثنا جعفر بن عوين أنبأنا أبو عميس عن قيسي بن مسلمين عن طارقي بن شيهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهودي نزلت لا اتخذنا ذلك اليوم عيدا قال وأي آية هي قال قوله عز وجل اليوم أكملت لاكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي قال فقال عمر رضي الله عنه والله إنني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم الجمعة حثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عيش بن أبي ربيعة رضي الله عنهم عن حكيم بن حكيم بن عبادي بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا رمى رجلا بسهمين فقط له وليس له وارث إلا خال فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراحي إلى عمر رضي الله عنه فكتب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له حثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي عفور العبدي قال سمعت شيخا بمكة في إمارة الحجاج يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيفة إن وجدت خلوة فاستالمه وإلا فاستقبله فهلل وكبر حثنا وكيع حدثنا كهمس عن أبن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فقال له جبريل عليه السلام صدقت قال فتعجبنا منه يسأله ويصدقه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معلم دينيكم حثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عاصم بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وقال مرة جاء الليل من ههنا وذهب النهار من ههنا فقد أفطر الصائم يعني المشرق والمغرب حدثنا يزيد أنباءنا إسرائيل بن يونس عن عبد الأعلى الثعلبي عن عبد الرحمن بن أبي الليل قال كنت مع عمر رضي الله عنه فأتاه رجل فقال إني رأيت الهلال هلال شوال فقال عمر رضي الله عنه يا أيها الناس أفطر ثم قام إلى عص فيه ماء فتوضأ ومسح على خفيه فقال الرجل والله يا أمير المؤمنين ما أتيتك إلا لأسألك عن هذا فرأيت غيرك فعله فقال نعم خيرا مني وخير الأمة رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فعل مثل الذي فعتوا عليه جبة شامية ضيقة الكمهن فأدخل يده من تحت الجبة ثم صلى عمر المغرب حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن سليمان عن جبري بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضب ولكن قذره وقال غير محمد عن سليمان اليشكري حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن سالمين عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذناه في العمرة فأذنا له فقال يا أخي لا تنسنا من دعائك وقال بعد في المدينة يا أخي أشركنا في دعائك فقال عمر ما أحب أن لي بها ما طلعت عليه الشمس لقوله يا أخي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال سمعت شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن سالمين عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت ما نعمل فيه أقد فرغ منه أوي في شيء مبتدأ أو أمر مبتدع قال فيما قد فرغ منه فقال عمر ألا نتكل فقال أعمل يا أبن الخطاب فكل ميسر أما من كان من أهل السعادة فيعمل للسعادة وأما أهل الشقاء فيعمل للشقاء حدثناه شيم حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود أخبرني عبد الله بن عباس حدثني عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فسامعه يقول ألا وإن أناسا يقولون ما بال الرجم في كتاب الله الجد وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ولولا أن يقول قائلون أو يتكلم متكلمون أن عمر رضي الله عنه زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما نزلت حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت يزيد بن خمير يحدث عن حبيبي بن عبيد عن جبير بن نوفير عن أبن السمت أنه آتى أرضا يقال لها دومين من حمص على رأس الثمانية عشر ميلا فصل ركعتين فقلت له أتصلي ركعتين فقال رأيت عمر بن الخطاب بذي الحليفة يصلي ركعتين فسألته فقالا إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الرحمني حدثنا أحمد بن حنبل قرأت على عبد الرحمني بن مهدي مالك عن أبن شيهاب عن سالم بن عبد الله عن أبن عمر رضي الله عنه قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس فقال عمر أية ساعة هذه فقالا يا أمير المؤمنين إن قلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فقال عمر رضي الله عنه الوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل حسنا عبد الرحمني عن سفيانا عن أبي إسحاق عن عمر بن ميموء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان المشركون لا يفيدون من جمعا حتى تشرق الشمس على ثبير فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس حان عبد الرزاق أنبأني أبن جريج حدثني أبو الزبيري أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعاء إلا مسلما حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالمين عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينه هو قائم يخطب يوم الجمعة فدخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنداه عمر رضي الله عنه أية ساعة هذه فقالا إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت فقال عمر رضي الله عنه الوضوء أيضا وقد علمتم وفي موضع آخر وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عكرمة يعني ابن عمار حدثني سماك الحنفي أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال فلان شهيد فلان شهيد حتى مر على رجل فقال فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبن الخطاب اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون قال فخرجت فنديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا داود يعني ابن أبي الفرات حدثني عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الدلي قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا ذريعا فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت به جنازة فأثني على صاحبها خير فقال عمر رضي الله عنه وجبت ثم مر بأخر فأثني على صاحبها خير فقال وجبت ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شر فقال عمر رضي الله عنه وجبت فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلمين شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة قال قلنا أو ثلاثة قال أو ثلاثة فقلنا أو اثنان قال أو اثنان ثم لم نسأله عن الواحد حثنا أبو عبد الرحمني حدثنا حيوة أخبرني بكر بن عمر أنه سمع عبد الله بن هبيرة يقول إنه سمع أبا تميمين الجيشانية يقول سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا حدثنا أبو عبد الرحمني حدثني سعيد بن أبي أيوب حدثني عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهوذلي عن يحيى بن ميموء الحضرامي عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفتحوهم وقال أبو عبد الرحمني مرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير الهمداني أبي عمر قال سمعت حبيب بن عبيد يحدث عن جبير بن نوفير عن أبن السمت أنه خرج مع عمر إلى ذي الحليفة فصل ركعتين فسألته عن ذلك فقال إنما أصنعك ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا أبو نوح قراد أنبأنا عكريمة بن عمار حدثنا سماك الحنفي أبو زميل حدثني أبن عباس حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم ثلاثمائة وليف ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه وعليه رداؤه وإزاره ثم قال اللهم أينما وعدتني اللهم أنجزما وعدتني اللهم إناك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا قال فما زال يستغيث ربه عز وجل ويدعوه حتى سقط رداؤه فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداؤه فرداه ثم اتزمه من ورائه ثم قال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك وأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرد في نفلما كان يوم إذ واتقوا فهزم الله عز وجل المشركين فقوتل منهم سبعون رجلا وأسير منهم سبعون رجلا فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعلي وعمر رضي الله عنهم فقال أبو بكر رضي الله عنه يا نبي الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والأخوان فإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار وعاسى الله أن يهديهم فيكونون لنا عضدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا أبن الخطاب قال قلت والله ما أرى ما رأى أبو بكر رضي الله عنه ولكني أرى أرى أن تمكنني من فلاء قريبا لعمر فأضرب عنقه وتمكن علي رضي الله عنه من عقيل فيضرب عنقه وتمكن حمزة من فلاء أخيه فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين هؤلاء صنديتهم وأئمتهم وقادتهم فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر رضي الله عنه ولم يهوى ما قلت فأخذ منهم الفداء فلما أن كان من الغد قال عمر رضي الله عنه غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو قاعد وأبو بكر رضي الله عنه وإذا هما يبكيان فقلت يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك فإن وجدت بك أن بكيت وإن لم أجد بك أنت بكيت لبكائك ما قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرض علي أصحابك أصحابك من الفداء لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسر حتى يسخن في الأرض إلى قوله لو لا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم من الفداء ثم أحل لهم الغنائم فلما كان يوم أحد من العام المقبل عواقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء فقوتل منهم سبعون وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهوشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه وأنزل الله تعالى ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها الآية بأخذكم الفداء حسنا أبو نوح حدثنا مالك بن أنس عن زيدي بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قال فسألته عن شيء ثلاث مرات فلم يرد علي قال فقلت لنفسي فكيلتك أمك يا أبن الخطاب نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فلم يرد عليك قال فركبت راحل التي فتقدمت مخافة أن يكون نزل في شيء قال فإذا أنا بمناد ينادي يا عمر أين عمر قال فرجعت وأنا أظن أنه نزل في شيء قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت علي البارحة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها إننا فاتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخره حتنا أبو النظر حدثنا المسعودي عن حكيم ابن جبير عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية قال أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطعمين فدعه إليه رجلا فقال إني صائم ثم قال وأي الصيام تصوم لولا كراهية أن أزيد أو أنقص لحدثتكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه الأعرابي بالأرنبي ولكن أرسل إلى عمار فلما جاء عمار قال أشاهد أنت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جاءه الأعرابي بالأرنبي قال نعم فقالا إني رأيت بهادما فقال كلوها قال إني صائم قال وأي الصيام تصوم قال أول الشهر وآخره قالا إن كنت صائما فصوم الثلاثة عشرة والأربعة عشرة والخمس عشرة أثنى أبو النظر حدثنا أبو عقيل حدثنا مجالد بن سعيد أخبرنا عامر عن مسروق بن الأجدع قال لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لي من أنت قلت مسروق بن الأجدع فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع شيطان ولكنك مسروق بن عبد الرحمن قال عامر فرأيته في الديوان مكتوبا مسروق بن عبد الرحمن فقلت ما هذا فقال هكذا سماني عمر حتن إسحاق بن عيسى حدثنا أبن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن محرر بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العسل عن الحرة إلا بإذنها حتن أبو عامر عبد الملك بن عمر قال حدثنا هشام يعني ابن سعد عن زيدي بن أسلم عن أبيه قال ولا سمعت عمر يقول لأن عشت إلى هذا العام المقبل لا يفتح للناس قرية إلا قسمتها بينهم كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر حتن محمد بن عبد الله الزبيري حدثنا إسرائيل عن صماك عن عكرمة عن أبن عباس عن عمر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فحلفت لأبي فهطف برجل من خلفي فقال لا تحرفوا بآبائكم فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم حتن أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن أبي الزبيري عن جابر عن عمر رضي الله عنه قال لأن عشت إن شاء الله لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العربي حتن سليمان بن داود أبو داود حدثنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن أبيه عن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين حتن سليمان بن داود أبو داود حدثنا سلام يعني أباء الأحواصي عن صماك بن حرب عن سيري بن المعرور قال سمعت عمر رضي الله عنه يخطب وهو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بن هذا المسجد ونحن معه المهاجرون والأنصار فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه ورأى قوما يصلون في الطريق فقال صلوا في المسجد قرأت على يحيى بن سعيد عن زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب أنه حج مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتاه أشراف أهل الشام فقالوا يا أمير المؤمنين إن أصبنا من أموالنا رقيقا ودواب فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا بها وتكون لنا زكاة فقال هذا شيء لم يفعله اللذاني كان من قبلي ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين حثن روح ومؤمل قال حدثنا سوفيان الثوري عن أبي الزبير عن جبير بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عشت لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أترك فيها إلا مسلما حدثنا عتاب بن زياد حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك أخبرنا يونس عن الزهري عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله بن عطبة عن عبد الرحمن بن عبد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عبد الله وقد بلغ به أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أما قال من فاته شيء من ورده أو قال من جزئه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى الظهر فكأنما قرأه من ليلته حدثنا أبو نوح قراد حدثنا عكريمة بن عمار حدثنا سماك الحنفي أبو زميل حدثني أبو عباس حدثني عمر قال لما كان يوم بدر قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيف ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يده وعليه رداؤه وإزاره ثم قال اللهم أينما وعدتني اللهم أنجز ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا قال فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه فأتاه أبو بكر فأخذ رداؤه فرداه ثم اتزمه من ورائه ثم قال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك وأنزل الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردي في نفلما كان يوم إذ واتقوا فهزم الله المشركين فقوتل منهم سبعون رجلا وأسر منهم سبعون رجلا فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعليا وعمر فقال أبو بكر يا نبي الله هؤلاء بن العم والعشيرة والأخوان فأنا أرى أن تأخذ منهم الفداء فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار وعاسى الله عز وجل أن يهديهم فيكونون لنا عددا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا أبن الخطاب فقال قلت والله ما أرى ما رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكنني من فلاء قريب لعمر فأضرب عنقه وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه وتمكن حمزة حمزة من فلاء أخيه فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين هؤلاء صنديتهم وأئمتهم وقادتهم فهو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت فأخذ منهم الفداء فلما كان من الغد قال عمر رضي الله عنه غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو قاعد وأبو بكر وإذا هم يبكيان فقلت يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك فإن وجدت بك أن بكيت وإن لم أجد بك أنت بكيت لبكائك ما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرض علي أصحابك من الفداء ولقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة وأنزل الله تعالما كان لنبي أن يكون له أسر حتى يثخن في الأرض إلى قوله لمسكم فيما أخذتم من الفداء ثم أحل لهم الغنائم فلما كان يوم أحد من العام المقبل عواقب بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء فقوتل منهم سبعون وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهوشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه فأنزل الله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها إلى قوله إن الله على كل شيء قدير بأخذكم الفداء حسنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن أبن عباس رضي الله عنهما قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي قال الله تعالى إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما حتى حج عمر رضي الله عنه وحججت معه فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر رضي الله عنه وعدت معه بالإداوة فتبرز ثم أتني فسكبت على يديه فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتاني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أن تتوبى إلى الله الله فقد صغت قلوبكما فقال عمر رضي الله عنه وعجبا لك يا أبن عباس قال الزهري كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه عنه قال هي حفصة وعائشة قال ثم أخذ يسوق الحديث قال كنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فاطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم قال وكان منزلي في بني أميتا بن زيد بالعوالي قال فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره أحدهن اليوم إلى الليل قال فانطلقت فدخلت على الحفصة فقلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم قلت وتهجره أحدى كنا اليوم إلى الليل قالت نعم قلت قلت قد خاب من فعل ذلك من كنا وخسر أفتا أحدى كنا أن يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت لا تراجعي رسول الله ولا تسأليه شيئا وسلين ما بدلاك ولا يغرنك إن كانت جارتك هي أوسمى وأحب إلى رسول الله منك يريد عائشة رضي الله عنها قال وكان لجار من الأنصار وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما فيأتني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك قال وكنا نتحدث أن غسانة تنعل الخيل لتغزونا فنازل صاحبي يوما ثم أتني عشاء فضرب بابي ثم ناداني فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم قلت وماذا أجاءت غسان قال لا بل أعظم من ذلك وأطول طلق الرسول نساءه فقلت قد خابت حفصة وخسرت وخسرت قد كنت أظن هذا كأنا حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي فقلت أطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا أدري هو هذا معتزل في هذه المشروبة فأتيت غلاما له أسود فقلت أستأذن لعمر فدخل الغلام ثم خرج إليه فقال قد ذكرتك له فصامت فانطلقت حتى أتيت المنظر فإذا عنده رهت جلوس يبكي بعضهم فجلست قليلا ثم غلباني ما أجد فأتيت الغلام فقلت أستأذن لعمر فدخل الغلام ثم خرج علي فقال قد ذكرتك له فصامت فخرجت فجلست إلى المنظر ثم غلباني ما أجد فأتيت الغلام فقلت أستأذن لعمر فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له فصامت فوليت مدبرا فإذا الغلام يدعوني فقال ادخل فقد أذن لك فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو متكئ على رمل حصير حا وحدثناه يعقوب في حديث صالح قال رمال حصير قد أثر في جنبه فقلت أطلقت يا رسول الله نسائك فرفع رأسه إلي وقال لا فقلت الله أكبر لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فاطفق نساؤنا يتعلمنا من نسائهم فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره أحدهن اليوم إلى الليل فقلت فقلت قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر أفتئن أحدهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت فتبصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله فدخلت على الحفصة فقلت لي غرك إن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منك فتبصم أخرى فقلت أستأنس يا رسول الله قال نعم فجلست فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصرة إلا أهبات ثلاثة فقلت ادعو يا رسول الله أن يوسع على أمتيك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله فاست وجالسا ثم قال أفي شك أنت يا أبن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا فقلت أستغفر لي لي يا رسول الله وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل حسنا عبد الرزاق أخبرني يونس بن سليمين قال أم لا علي يونس بن يزيد الألي عن أبن شيهاب عن عروتا بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه ضوي كضوي نحل فمكثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا ثم قال لقد أنزلت علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ علينا قد أفلح المؤمنون حتى ختم العشر حسنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى قبل أن يخطب بلا أذاء ولا إقامة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين أما أحدهما فيوم فتركوا من صيامكم وعيدكم وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثنا الزهري عن سعدي بن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر قال شهدت العيدة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر الحديث حدثنا حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن أبن عمر أن عمر رضي الله عنه قبل الحجر ثم قال قد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كما قبلتك حدثنا هشيم أخبرني سيار عن أبي وإل أن رجلا كان نصرانيا يقال له الصبي بن معبد أسلم فأراد الجهاد فقيل له ابدأ بالحج فأتى الأشعرية فأمره أن يهل بالحج والعمرة جميعا ففعل فبينما هو يلبي إذ مر يزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فقال أحدهما لصاحبه لهذا أضل من بعير أهله فسامعها الصبي فكبر ذلك عليه فلما قدم أتى عمره فذكر ذلك له فقال له عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك قال وسمعته مرة أخرى يقول وفقت لسنة نبيك حسنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر رضي الله عنه الليلة كذاك في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه حسنا أبو معاوية تحدثنا عاصم الأحوال عن عبد الله بن سرج سقال رأيت الأصيل يعني عمر رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول إني لا أقبلك وأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك حنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن أبن عمر عن عمر رضي الله عنه قلت يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا توضأ حدثنا ابن نمير أخبرنا هشام عن أبيه عن عاصمين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطرت حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا أبن شيها بن حا وحدثنا عبد الرزاقي أنباء معمر عن الزهري المعنى عن أبي الطفيل عامري بن واثلة أننا فع بن عبد الحريث لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعصفان وكان عمر رضي الله عنه استعمله على مكة فقال له عمر رضي الله عنه من استخلفت على أهل الوادي قال استخلفت عليهم ابن أبزة قال وما ابن أبزة فقال رجل من موالينا فقال عمر رضي الله عنه استخلفت عليهم مولا فقال إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض قاض فقال عمر رضي الله عنه أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع به هذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين ويضع به حسنا محمد بن فضيل حدثنا إسماعيل بن سميع عن مسلمين البطين عن أبي البختري قال قال عمر لأبي عبيدة بن الجراح أبسط يدك حتى أبايعك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنت آمين هذه الأمة فقال أبو عبيدة ما كنت لأتقدم بين يدي رجل إن أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمنا فأمنا حتى ميت حنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن الأعمش عن شقيقي بن سلمة عن سلمنا بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة فقلت يا رسول الله لغير هؤلاء أحق منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني فلست بباخل حدثنا عبد الرزاق أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن أبن عمر أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل ينام أحدنا وهو جنوب قال نعم ويتوضأ وضوءه للصلاة حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوب عن نافع عن أبن عمر أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم مثله حسنا عبد الرزاق أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع قال رأى ابن عمر سعد بن مالك يمسح على خفيه فقال ابن عمر وإنكم لا تفعلون هذا فقال سعد نعم فاجتمع عند عمر رضي الله عنه فقال سعد يا أمير المؤمنين أفتي ابن أخي في المزح على الخفين فقال عمر رضي الله عنه كنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم نمسح على خففنا فقال ابن عمر رضي الله عنه وإن جاء من الغائت من الغائت والبول فقال عمر رضي الله عنه نعم وإن جاء من الغائت والبول قال نافع فكان ابن عمر بعد ذلك يمسح عليه ما لم يخلع هما وما يوقت لذلك وقتا فحدثت به معمرا فقال حدثنيه أيوب عن نافع مثله حسنا عبد الرزاقي أنباء معمر عن الزهري أخبرني مالك بن أوسي بن الحدثان قال صرفت عند طلحة بن عبيد الله ورقا بذهب فقال أنظرني حتى يأتي نخازننا من الغابة قال فسامعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لا والله لا تفارقه حتى تستوفي منه صرفه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء حتى عبد الرزاقي حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة قال لما ارتد أهل الردة في زمان أبي بكر رضي الله عنه قال عمر كيف تقاتل الناس يا أبا بكر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصم من دماءهم وأنوالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أقاتل أن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا إلا أن رأيت أن لها قد شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه للقطار فعرفت أنه الحق دفن عبد الرزاق أنبأ أنا إسرائيل عن صماك عن عكر مت عن أبن عباس قال قال عمر رضي الله عنه كنت في ركب أسير في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فحلفت فقلت لو أبي فنهرني رجل من خلفي وقال لا تحرف بآبائكم فاتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا خلف بن الوليد حدثنا خالد عن خالد عن أبي عثمان عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الحرير في أصبعين حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا الله الطيمي عن أبي عثمان رضي الله عنه قال كنا مع عثبت ابن فرقد فكتب إليه عمر رضي الله عنه بأجياء يحدثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان فيما كتب إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحريرة في الدنيا إلا من ليس له في الآخرة منه شيء إلا هكذا وقال بأصبعه السبابة والوسطى قال أبو عثمان فرأيت أنها أزرار الطيالسة حين رأينا الطيالسة حثنا يحيى عن أبن جريج حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إقصار الناس الصلاة اليوم وإنما قال الله عز وجل إن خفتم أن يفطينكم الذين كفروا فقد ذهب ذاك اليوم فقال عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته حدثنا عبد الرزاق أنبأني أبن جريج سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار يحدث فذكره حثنا يحيى عن أبن أبي عروبة حدثنا قتادة عن سعيدي بن المسي بقال قال عمر رضي الله عنه إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها فدعو الربا والريبة حثنا حثنا يحيى حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن سعيدي بن المسيب عن أبن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بالنياحة عليه حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن أبن عمر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعذب الميت ببكاء أهله عليه حدثنا يحيى عن يحيى قال سمعت سعيد بن المسي بأن عمر رضي الله عنه قال إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم لا نجد حدين في كتاب الله فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد رجم وقد رجمنا حسنا يحيى حدثنا حميد عن أنس قال قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث ووافقني ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلا فأنزل الله واتخذ من مقام إبراهيم مصلا قلت يا رسول الله إنه يدخل عليك البر والفجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب وبلغني معاتبة النبي عليه السلام بعض نسائه قال فاستقر فاستقريت فاستقريت أمهات المؤمنين فدخلت عليهن فجعت أستقريهن واحدة واحدة والله لأن انتهيتن وإلا ليبدلن الله رسوله خيرا من كن قال فأتيت على بعض نسائه قالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تكون تكون أن تتعظهن فأنزل الله عز وجل عسى ربه انطلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن حسنا يحيى عن شعب تحدثني أبو ذبيان سمعت عبدالله بن الزبير يقول لا تلبسون نساءكم الحريرة فإني سمعت عمر يحدث يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لبس الحريرة في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وقال عبدالله بن الزبير من عنده ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة قال الله تعالى ولباسهم فيها حرير حسنا يحيى عن اسماعيل حدثنا عامل وحدثنا محمد بن عبيد حدثنا اسماعيل بن أبي خالد عن رجل عن الشعبي قال مر عمر بطلحة فذكر معناه قال مر عمر بطلحة فرأه مهتما قال لعلك لعلك ساء إمارة ابن عمك قال يعني أبا بكر رضي الله عنه فقال لا ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أني لا أعلم كلمة لا يقولها الرجل عند موته إلا كانت نورا في صحيفته أو وجد لها روحا عند الموت قال عمر أنا أخبرك بها هي الكلمة التي أراد بها عمه شهادة أن لا إله إلا الله قال فكأن ما كشف عني غطاء قال صدقت لو علم كلمة هي أفضل منها لأمره بها حتى نيحيى عن أبني جريج حدثني سليمان بن عتيق عن عبدالله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال طفت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر أخذت بيده ليستلم فقال أما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بل قال فهل رأيته يستلمه قلت لا قال فأنفذ عنك فإن لك في رسول الله أسوة حسنة حتى نيحيى عن الأعماش حدثنا شقيق حدثني الصبي بن معبد وكان وكان رجلا من بن تغلب قال كنت ناصرانيا فأسلمت فاجتهدت فلم آل فأهلت بحجة وعمرة فمررت بالعوذيب على سلمنا بن ربيعة وزيدي بن صوحان فقال أحدهما أبهما جميعا فقال له صاحبه دعه فله وأضل من بعيره قال فكأنما بعيري على عنقي فأتيت عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال لي عمر إنهما لم يقول شيئا هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم حسنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن أبن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجهيلية أن أعتكف في المسجد الحرام الليلة فقال له فأوفي بنذرك حدثنا عبد الرزاق أنباء سفيان عن منصور عن أبي وإل عن صباي بن معبد التغلبي قال كنت حديث عهد بنصرانية فأردت الجهاد أو الحج فأتيت رجلا من قوم يقال له هديم فسألته فأمرني بالحج فقرنت بين الحج والعمرة فذكره حسنا وكيع حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن زبيد الإمي عن عبد الرحمن بن أبي ليلة عن عمر رضي الله عنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفتر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قال سفيان وقال زبيد مرة أراه عن عمر قال عبد الرحمن على غير وجه الشك وقال يزيد يعني ابن هارون ابن أبي الليل قال سمعت عمر رضي الله عنه حنا وكيع حدث نهيشام بن سعد عن زيدي بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه وجد فرسا كان حمل عليها في سبيل الله تباع في السوق فأراد أن يشتليها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه وقال لا تعود في صدقتك وقال حنا وكيع عن أبن أبي خالد عن قيس قال رأيت عمر رضي الله عنه وبيده عسيب نخل وهو يجلس الناس يقول اسمع لقول خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فجاء مول لأبي بكر رضي الله عنه يقال له شديد بصحيفة فقرأها على الناس فقال يقول أبو بكر رضي الله عنه اسمعوا وأطيعوا لما في هذه الصحيفة فوالله ما ألوتكم قال قيس فرأيت عمر رضي الله عنه بعد ذلك على المنظر حثنا مؤمل حدثنا سفيان عن سلمة عن عمران السلمي قال سألت أبن عباس رضي الله عنهما عن النبيذ فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء فلقيت ابن عمر فسألته فأخبرني فيما أظن عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر والدباء شك سفيان قال فلقيت ابن الزبير فسألته فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء حثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سيناء عن عبيدي بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الجابية فذكر فتح بيت المقدس قال فقال أبو سلمة فحدثني أبو سناء عن عبيدي بن آدم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لكعب أين ترى أن أصلي فقال إن أخذت عني صليت خلف الصخرة فكانت القدس كلها بين يديك فقال عمر رضي الله عنه ضاه هيت اليهودية لا ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم إلى القبلة فصلى ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس حسنا أبو نعيمين حدثنا مالك يعني ابن مغول قال سمعت الفضيل ابن عمر عن إبراهيم النخعي عن عمر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال تكفيك آية الصيف فقال لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لحمر النعم حسنا أبو أحمد محمد بن عبد الله حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن أبن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه آتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه تصيبني الجنابة فأمره أن يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة حسنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن قزعة قال قلت لابن عمر يعذب الله هذا الميت ببكاء هذا الحي فقال حدثني عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كذبت على عمر ولا كذب عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا حسنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحسن بن عبيد الله حدثنا إبراهيم عن علق متى عن القرف عن قيس أو أبن قيس رجل من جعفي عن عمر بن الخطاب قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه أبو بكر على عبد الله بن مسعود وهو يقرأ فقام فسامع قراءته ثم ركع عبد الله وسجد قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلتعطه سلتعطه قال ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه من ابن أم عبد قال فأدلجت إلى عبد الله بن مسعود لأبشره بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما ضربت الباب أو قال لما سمع صوتي قال ما جاء بك هذه الساعة قلت جئت لأبشرك لأبشرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد سبقك أبو بكر قلت إن يفعل فإنه سباق بالخيرات ما استبقنا خيرا قطو إلا سبقنا إليها أبو بكر حثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي نظرة عن أسير بن جابير قال لما أقبل أهل اليمن جعل عمر رضي الله عنه يستقر الرفاق فيقول هل فيكم أحد من قرأ حتى آتى على قرأ فقال من أنتم قالوا قرن فوقع زمام عمر رضي الله عنه أو زمام أويس فنوله أحده ما الآخر فعرفه فقال عمر ما اسمك قال أنا أويس فقال هلك والدة قال نعم قال فهل كان بك من البياض شيء قال نعم فدعوت لها عز وجل فأذهب هو عني إلا موضع الدرهم من سرة لأذكرا به ربي قال له عمر رضي الله عنه استغفر لي قال أنت حق أنت استغفر لأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فدع ألها عز وجل فأذهب عنه إلا موضع الدرهم في سرته فاستغفر له ثم دخل في غمار الناس فلم يدر أين وقع قال فقد ملك فتقال وكنا نجتمع في حلقة فنذكر لها وكان يجلس معنا فكان إذا ذكر هو وقع حديثه من قلوبنا موقعا لا يقع حديث غيره فذكر الحديث حدثنا عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن القرثع عن قيس أو أبن قيس رجل من جعفي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر نحو حديث عفان حسن عفان حدثنا حماد بن سلم تحدثنا ثابت عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما عولت عليه حفصة فقال يا حفصة أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المعول عليه عذب قال وعول صهيب فقال عمر يا صهيب أما علمت أن المعول عليه عذب حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد حدثنا يزيد الرشك عن معافة عن أم عمر وأبنة عبد الله أنها سمعت عبد الله بن الزبير يحدث أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحريرة في الدنيا فلا يكساه في الآخرة حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أبو العالية عن أبن عباس رضي الله عنه حدثني رجال مرضيون فيهم عمر رضي الله عنه وقال عفان مرة شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صالتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس حدثنا عفان حدثنا أبان حدثنا قتادة عن أبي العالية عن أبن عباس بمثل هذا شهد عندي رجال مرضيون حدثنا عبد الرحمن حدثنا صفيان عن قيس بن مسلمين عن طارق بن شيهاب أن اليهود قالوا لعمر أنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا لا اتخذن ذلك اليوم عيدا فقال إني لا أعلم حيث أنزلت و أي يومين أنزلت و أين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت أنزلت يوم عرفة و رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة قال سفيان وأشك يوم جمعة أو لا يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دينا حسنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن قيسي بن مسلمين عن طارق بن شيهاب عن أبي موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال بما أهلت قلت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل سكت من هدي قلت لا قال طف بالبيت وبالصف والمروة ثم حل فطفت بالبيت وبالصف والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي فكنت أفتي الناس بذلك بإمارة أبي بكر رضي الله عنه وإمارة عمر رضي الله عنه فإني لقائم في الموسم إذ جاءني رجل فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك فقلت أيها الناس من كنا أفتينه فتيا فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتم فأتم فلما قديم قلت ما هذا الذي قد أحدثت في شأن النسك قال إن نأخذ بكتاب الله تعالى فإن الله تعالى قال وأتم الحج والعمر طال الله وإن نأخذ بسنة نبينا فإنه لم يحل حتى نحر الهتيا حثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويدي بن غفالة قال رأيت عمر رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولكني رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفيا 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 عبد الرحمن عن سفيان وعبد الرزاق أنبئنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمر ابني ميمو قال قال عمر رضي الله عنه قال عبد الرزاق سمعت عمر رضي الله عنه إن المشركين كانوا لا يفيدون من جمع حتى تشرق الشمس على ثبير قال عبد الرزاق وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير يعني فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل أن تطلع الشمس حفنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن الزهري عن عبي الله بن عبد الله عن ابن عباس قال قال عمر رضي الله عنه إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأنا بها وعقلناها ووعيناها فأخشى أن يطول بالناس عهد فيقول إن لا نجد آية الرجم فتترك فريضة أنزلها الله تعالى وأن الرجم في كتاب الله تعالى حق على من زن إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو العطراف أدثنا عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في الصلاة على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ أنيها فأخذت بثوبه فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعته يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأت فقال إقرأ فقرأ القراءة التي سمعتها منه فقال هكذا أنزلت ثم قال لي إقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأ ما تيسر حدثنا عبد الرزاق أنباء معمر معمر عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرم وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما سمع عمر رضي الله عنه يقول مررت به شامي بن حكيم بن حزامين يقرأ سورة الفرقان فذكر معناه حدثنا عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن الصعدي قال قال لي عمر رضي الله عنه ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة لم تقبلها قال نعم قال فما تريد إلى ذاك قال أنا غني لأعبد ولأفراس أريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين قال لا تفعل فإني كنت أفعل مثل الذي تفعل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني فقال خذه فإما أن تموله وإما أن تصدق به وما آتاك الله من هذا المال وأنت غير مشرف له ولسائله فخذه وما لا لا فلا تتبعه نفسك حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد قال لقي عمر عبد الله بن السعدي فذكر معناه إلا أنه قال تصدق به وقال لا تتبعه نفسك حثنا عبد الرحمن عن مالك عن زيدي بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضعه صاحبه فأردت أن أبتعه وظننت أنه بائعه برخص فقلت حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهامين فإن الذي يعود في صدقته فكالكلب يعود في قيئه قرأت على عبد الرحمن عن مالك عن أبن شيهاب عن أبي عبيد مولى أبن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصل ثم ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهم يوم فيطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم حسن إسماعيل بن إبراهيم عن يحي بن أبي إسحاق عن سالم بن عبد الله قال كان عمر رجلا غيورا فكان إذا خرج إلى الصلاة اتبعته عاتكة ابنة زيد فكان يكره خروجها ويكره منعها وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استئذنتكم نساءكم إلى الصلاة فلا تمعوهن حسن عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر حسن إسماعيل حدثنا سلامة بن علق متى عن محمد بن سيرين قال نبئت عن أبي العجفاء السلمي قال سمعت عمر يقول ألا لا تغلو صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية وإن الرجل لا يبطل بصدقة امرأته وقال مرة وإن الرجل لا يغلي بصدقة امرأته حتى تكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول كلفت إليك علق القربة قال وكنت غلاما عربيا مولدا مولدا لم أدري ما علق القربة قال وأخرى تقولون هل من قتل في مغازيكم ومات قتل فلان شهيدا ومات فلان شهيدا ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته أو ضف راحل التي ذهبا أو وارقا يتمس تجارة لا تقول ذاكم ولكن قول كما قال النبي أو كما قال محمد صلى الله عليه وسلم من قتل أو مات في سبيل الله فهو في الجنة حسن إسماعيل أنباء الجريري سعيد عن أبي نضرة عن أبي فيرس قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أيها الناس ألا إن إنما كنا نعرفكم إذ بين ظهرين النبي صلى الله عليه وسلم وإذ ينزل الوحي وإذ ينبئنا الله من أخباركم ألا وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد انطلق وقد انقطع الوحي وإنما نعرفكم بما نقول لكم من أظهر منكم خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه ومن أظهر منكم لنا شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه صرائركم بينكم وبين ربكم ألا إنه قد أتى علي حين وأنا أحسب أن من قرأ القرآن يريد لها وما عنده فقد خوه لأ إلي بآخرة ألا إن رجالا قد قرأوه يريدون بهما ما عند الناس فأريد ألها بقراءتكم وأريدوه بأعمالكم ألا أني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلي فوالذي نفسي بيده إذن لا أقصنه منه فوثب عمرو بن العاصف قال يا أمير المؤمنين أورأيت إن كان رجل من المسلمين المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته أين كلم اقتصه منه قال إي والذي نفسه عمر بيده إذن لا أقصنه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه ألا لا تضرب المسلمين فتذلوهم ولا تجمروهم فتفتنوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ولا تنزلوهم الغياضة فتضيعوهم حدثنا إسماعيل مرة أخرى أخبرنا سلامة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال نبئت عن أبي العجفاء قال سمعت عمر يقول ألا لا تغلو صدق النساء فذكر الحديث قال إسماعيل وذكر أيوب وهشام وابن عوين عن محمد عن أبي العجفاء عن عمر نحوا من حديث سلامة إلا أنهم قالوا لم يقل محمد النبئت عن أبي العجفاء حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال كنت عند عبد الله بن عمر ونحن ننتظر جنازة أم أبان ابنت عثمان ابن عفان وعنده عمر بن عثمان فجاء ابن عباس يقوده قائده قال فأراه أخبره بمكان ابن عمر فجاء حتى جلس إلى جنبي وكنت بينهما فإذا صوت من الدار فقال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يعذب ببكأ أهله عليه فأرسلها عبد الله مرسلة قال ابن عباس كنا مع أمير المؤمنين عمر حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو برجل نازل في ظل شجرة فقال لي انطلق فعلم من ذاك فانطلقت فإذا هو صهيب فرجعت إليه فقلت إنك أمرتني أن أعلم لاك من ذاك وإنه صهيب فقال مروه فليلحق بنا فقلت إن معه أهله قال وإن كان معه أهله وربما قال أيوب مرة فليلحق بنا فلما بلغنا المدينة لم يلبث أمير المؤمنين أن أصيب فجاء صهيب فقال وأخاه وصاحبه فقال عمر ألم تعلم أولم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببعض بكاء أهله عليه فأما عبد الله فأرسلها مرسلة وأما عمر فقال ببعض بكاء فأتيت عائشة فذكرت لها قول عمر فقالت لا والله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أحد ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكفر ليزيده الله عز وجل ببكاء أهله عذابا وإن الله له أضحك وأبكى ولا تزير وازرة وزر أخرى قال أيوب وقال ابن أبي مليكة حدثني القاسم قال قال لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر قالت إنكم لتحدثوني عن غير كذبيني ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج أخبرني عبد الله بن أبي مليكة فذكر معنى حديث أيوب إلا أنه قال فقال ابن عمر لعمري ابني عثمان وهو مواجهه ألا تنهى عن البكاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج أخبرني عبد الله بن أبي مليكة قالت وأفيت ابنة لعثمان ابن عفانا بمكة فحضرها ابن عمر وابن عباس وإني لجالس بينهما فقال ابن عمر لعمري ابني عثمان وهو مواجهه ألا تنهى تنهى عن البكاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه فذكر نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن ابن أبي مليكة حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن صماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال عمر رضي الله عنه كنت في ركب أسير في غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلفت فقلت لا وأبي فهتف برجل من خلفي لا تحرفوا بآبائكم فاتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن ميسر أبو سعد الصغاني يحدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمر بن عطاء عن مالك بن أوسي بن الحدثان قال كان عمر يحلف على أيماء ثلاث يقول والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد وما أنا بأحق به من أحد والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبدا مملوكا ولكن على منازلنا من كتاب الله تعالى وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل وبلاؤه في الإسلام والرجل وقدمه في الإسلام والرجل وغناؤه في الإسلام والرجل وحاجته ووالله لئن بقيت لهم ليأتي أن الراعي بجبل صنع أحظه من هذا المال وهو يرعى مكانه حثنا عبد القدوس بن الحجاج حدثنا صفوان حدثني أبو المخارق زهير بن سالمين أن عمير بن سعد الأنصارية كان والله عمر حمصة فذكر الحديث قال عمر يعني لكعب إني أسألك عن أمر فلا تكتمني قال والله لا أكتمك شيئا أعلمه قال ما أخوف شيء تخوفه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال أئمة مضلين قال عمر صدقت قد أسر ذلك إلي وأعلمني يهي رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شيهاب فقال سالم فسمعت عبد الله بن عمر يقول قال عمر أرسلوا إلي طبيبا ينظروا إلى جرحي هذا قال فأرسلوا إلى طبيب من العرب فسق عمر نبيذا فشبه النبيذ بدم حين خرج من الطعنة التي تحت السرة قال فدعوت طبيبا آخر من الأنصار من بني معاوية فسقاه لبنا فخرج اللبن من الطعنة صدا أبيض فقال له الطبيب يا أمير المؤمنين أعهد فقال عمر صدقني أخو بني معاوية ولو قلت غير ذلك كذبتك قال فبكى عليه القوم حين سمعوا ذلك فقال لا تبكوا علينا من كان باكيا فليخرج ألم تسمعوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعذب الميت ببكأ أهله عليه فمن أجل ذلك ذلك كان عبد الله لا يقر أن يبكى عنده على هالك من ولده ولا غيرهم حسنا عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمو إن قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كان أهل الجاهلية لا يفيدون من جمع حتى يروا الشمس على ثبير وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير فأفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس حسنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسوري بن مخرامة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنه ما سمع عمر رضي الله عنه يقول مررت بهشامي بن حكيمي بن حزامين يقرأ سورة الفرقاني في حياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت قراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدت أن أساوره في الصلاة فنظرت حتى سلما فلما سلم لببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي تقرأها قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت له كذبت فوالله إن النبي صلى الله عليه وسلم له وأقرأني هذه السورة التي تقرأها قال فانطلقت أقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقاني على حروف لم تقرأنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقاني فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا انزلت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي اقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هكذا أنزلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأ منه مات يسر حدثني الحكم بن نافع أنبأنا شعيب عن الزهري حدثني عروة عن حديث المسور بن مخرامة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنه ما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزامين يقرأ سورة الفرقان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فاستمعت القراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة فنظرت حتى سلم فلما سلم فذكر معناه حسنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصمين عن أبيه عن أبن عباس قال قال عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم ملتمسا ليلة القدر فليتمسها في العشر الأواخر وطرا حسنا محمد بن بشر حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبن عمر أن عمر قيل له ألا تستخلف فقال إن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أستخلي فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر رضي الله عنه حسنا يزيد أنبأنا يحيى بن سعيد أن محمد بن إبراهيم أخبره أنه سمع علقمة بن وقاص الليثية يقول إنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخطب الناس وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما العمل بالنية وإنما لإمري إنما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو أمرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه حنا يزيد حدثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال اتزروا وارتدوا وانطعلوا وألقوا الخفاف والسراولات وألقوا الركوب وانزوا نزوا وعليكم بالمعدية ورموا الأغراض وأذروا التنعم وزي العجم وإياكم والحريرة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال لا تلبس من الحرير إلا ما كان هكذا وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعه حتى لا يزيد أنبأنا يحيى عن سعيدي بن الموسي بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم وأن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله تعالى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا بعده حتى لا يزيد أنبأنا العوام حدثني شيخ كان مرابطا بالسحل قال لقيت أبا صالح مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من ليلة إلا هو البحر يشرف فيها ثلاث مرات على الأرض يستأذن لها في أن ينفضخ عليهم فيكفه الله عز وجل حتى لا يزيد أخبرنا عبد الملك عن أنسي بن سيرين قال قلت لابن عمر حدثني عن طلاقك امرأتك قال طلقتها وهي حائد قال فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها قال قلت له هل اعتدت بالتي طلقتها وهي حائد قال فما لي لا اعتد بها وإن كنت قد عجزت واستحمقت حتى لا يزيد أنبأنا أصبغ عن أبي العلاء الشامي قال لبس أبو أمامة ثوبا جديدا فلما بلغ ترقوتته قال الحمد لله الذي كسان ما أوري به عورتي وأتجمل به في حياتي ثم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أماما استجد ثوبا فلبسه فقال حين يبلغ ترقوتته الحمد لله الذي كسان ما أوري به عورتي وأتجمل به في حياتي ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق أو قال ألقى فتصدق به كان في ذمة الله تعالى وفي جوار الله وفي كناف الله حيا وميتا حيا وميتا حيا وميتا حيا وميتا حسنا يزيد أنباءنا محمد بن إسحاق عن نافع عن أبن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أحدنا إذا أراد أن ينام وهو جنوب كيف يصنع قبلا أن يغتسل قال يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام حسنا يزيد أنباءنا ورقاء وأبو النضر قال حدثنا ورقاء عن عبد الأعلى الثعلبي عن عبد الرحمن بن أبي الليل قال كنت مع البراء بن عاسب وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في البطيع ينظر إلى الهلال فأقبل راكب فتلقاه عمر رضي الله عنه فقال من أين جئت فقال من العرب قال أهلت قال نعم قال عمر رضي الله عنه الله أكبر إنما يكفي المسلمين الرجل ثم قام عمر رضي الله عنه فتوضأ فمساح على خفيه ثم صلى المغرب ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع قال أبو النضر وعليه جبة ضيقة الكمين فأخرج يده من تحتها ومسح حتى يزيد أخبرنا جرير أنبأنا الزبير بن الخريط عن أبي لبيد قال خرج الرجل من طاحية مهاجرا يقال له بيرح بن أسد فقدم المدينة بعد وفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيامين فرأاه عمر رضي الله عنه فعلم أنه غريب فقال له من أنت قال من أهل عمان قال نعم قال فأخذ بيده فأدخله على أبي بكر رضي الله عنه فقال هذا من أهل الأرض التي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أني لا أعلم أرضا يقال لها عمان ينضح بناحيتها البحر بها حي من العرب لو أتاهم رسول ما راموه بسهمين والحجر حثنا يزيد أنبأنا عاصم بن محمد عن أبيه عن أبن عمر عن عمر رضي الله عنه قال لا أعلمه إلا رفعه قال يقول الله تبارك وتعالى من توضع لهكذا وجعل يزيد باطنك فيه إلى الأرض وأدنها إلى الأرض رفعته هكذا وجعل باطنك فيه إلى السماء ورفعها نحو السماء حثنا يزيد أنبأنا ضيلم بن غزوان العبدي حدثنا ميمون الكردي عن أبي عثمان النهدي قالا إني لا جالس تحت من بري عمر رضي الله عنه وهو يغطب الناس فقالا في خطبته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أخوى فما أخاف على هذه الأمة كل منافق عليم اللساني حدثنا روح حدثنا مالك حا وحدثنا إسحاق أخبرني مالك قال أبو عبد الرحمة عبد الله بن أحمد وحدثنا مصعب الزبيري حدثني مالك عن زيدي بن أبي أنيسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمة بن زيدي بن الخطاب رضي الله عنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهاني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم الآية فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه واستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به حتى روح حدثنا مالك بن أنس عن أبن شيهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يعملون يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قائم يخطب فقال عمر رضي الله عنه أية ساعة هذه فقال يا أمير المؤمنين إن قلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فأقبلت فقال عمر رضي الله عنه الوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يأمرنا بالغسل حان روح حدثنا ابن جريج أخبرني سليمان بن عتيق عن عبد الله بن بابيه عن بعض بني يعل عن يعلى بن أمية قال طفت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستلم الركن قال يعلى فكنت مما يليئ البيت فلما بلغت الركن الغربي الذي يليئ الاسود بعد جررت بيده ليستلم فقال ما شأنك فقلت ألا تستلم قال ألم تطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت بل فقال أفرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين قال فقلت لا فقال أفو ليس لك فيه أسوة حسنة قال قلت بل قال فانفذ عنك حثنا عثمان بن عمر وأبو عامر قال حدثنا مالك عن الزهري عن مالك بن أوسي بن الحدثان قال جئت بدنانير لي فأردت أن أصرفها فلقيني طلحة بن عبيد الله فاصطرافها وأخذها فقال حتى يجيء السلم خازن قال أبو عامر من الغابة وقال فيها كلها هاء وهاء قال فسألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء وتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء حثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري عن سعيدي بن المسيبي أن عمر رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه حثنا بكر بن عيسى حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن الشعبي عن علي بن حاتمين قال أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أناس من قومي فجعل يفرد للرجل من طيء في ألفين ويعرض عني قال فاستقبلته فأعرض عني ثم أتيته من حيال وجهه فأعرض عني قال فقلت يا أمير المؤمنين أتعرفني قال فضحك حتى أستلقى القفاه ثم قال نعم والله أني لا أعرفك آمنت إذ كفروا وأقبلت إذ أدبروا ووفيت إذ غادروا وإن أولى صدقة بيضت وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة طي جئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخذ يعتذر ثم قال إنما فردت لقومين أجحفت بهم الفاقة وهم سادة عشائرهم لما ينوبهم من الحقوق حدثنا عبد الملك بن عمر نحدثنا هشام بن سعد عن زيدي بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فيما الرملان الآن والكشف عن المناكب وقد أطى الله الإسلام ونافى الكفر وأهله ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا داود بن أبي الفرات حدثنا عبد الله بن بريدة وتقال عفان عن أبن بريدة عن أبي الأسود الدلي قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض قال عبد الصمد فهم يموتون موتا ذريعا فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت به جنازة فأثني على صاحبها خير فقال عمر رضي الله عنه وجبت ثم مر بأخر فأثني على صاحبها خير فقال وجبت ثم مر بأخر فأثني عليها شر فقال عمر رضي الله عنه وجبت فقال أبو الأسود فقلت له يا أمير المؤمنين ما وجبت فقال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلمين شهد له أربعة بخير بخير إلا أدخله الله الجنة قال قلنا وثلاثة قال وثلاثة قلنا واثنان قال واثنان قال ولم نسأله عن الواحد حثنا عبد الصمد حدثنا حرب يعني ابن شداد حدثنا يحيى حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو هريرة قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب إذ جاء رجل فجلس فقال عمر لما تحتبسون عن الجمعة فقال الرجل يا أمير المؤمنين ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت ثم أقبلت فقال عمر رضي الله عنه وأيضا ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا الحسين المعلم حدثنا يحيى أخبران أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن عمر رضي الله عنه بين هو يخطب فذكره حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب حدثنا يحيى عن عمرنا ابني حطان فيما يحسب حرب أنه سأل ابن عباس رضي الله عنه عن لبوس الحريج فقال سل عنه عائشة فسأل عائشة فقالت سل ابن عمر رضي الله عنه فسأل ابن عمر رضي الله عنه فقال حدثني أبو حفص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحريرة في الدنيا فلا خلاق له في الآخرة حدثنا يحيى بن حماد وعفان قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن حميدي بن عبد الرحمن الحمياري حدثنا أبن عباس بالبصرة قال أنا أول من آت عمر رضي الله عنه حين طعنا فقال احفظ عني ثلاثا فأني أخاف أن لا يدركني الناس أما أنا فلم أقضي في الكلالة قضاء ولم أستخلف على الناس خليفة وكل مملوك له عتيق فقال له الناس استخلف فقال أي ذلك أفعل فقد فعله من هو خير مني إن أدع إلى الناس أمرهم فقد تركه نبي الله عليه الصلاة والسلام وإن أستخلف أستخلي فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر رضي الله عنه فقلت له أبشر الجنة صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتت صحبته ووليت أمر المؤمنين فقويت وأديت الأمانة فقال أما تبشيرك إياي الجنة فوالله لو أن لي قال عفان فلا والله الذي لا إله إلا هو لو أن لي الدنيا بما فيها لفتديت به من هول ما أمامي قبلا أن أعلم الخبر وأما قولك في أمر المؤمنين فوالله لو وديدت أن ذلك كفف لا لي ولا علي وأما ما ذكرت من صحبة نبي الله صلى الله عليه وسلم فذلك حدنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن حكيم بن حكيمين عن أبي أمامة بن سهل قال كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح أن علموا غلمانكم العوم ومقاتلتكم الرمي فكانوا يختالفون إلى الأغراض فجاء سهم غرب إلى غلمين فقط له فلم يوجد له أصل وكان في حجر خال له فكتب فيه أبو عبيدة إلى عمر رضي الله عنه إلى من أدفع عقله فكتب إليه عمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له حثنا عبد الله بن زيد أخبرنا أبن لهيعة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يريث الولاء من ورث المال من والد أو ولد حثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيسي بن ربيعة قال رأيت عمر رضي الله عنه آت الحجر فقال أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كما قبلتك ثم دنا فقبله حان أبو سعيد حدثنا دجين أبو الغصن بصري قال قدمت المدينة فلقيت أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت حدثني عن عمر فقال لا أستطيع أخاف أن أزيد أو أنقص كنا إذا قلنا العمر رضي الله عنه حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخاف أن أزيد حرفا أو أنقص إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي فهو في النار حدثنا أبو سعيد حدثنا حمد بن زيد عن عمر بن دينار مولى آل الزبير عن سالمين عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في سوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويمية وهو على كل شيء قدير كتب الله له بها ألف ألف حسنة ومحى عنه بها ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة حدثنا أبو سعيد حدثنا عكريمة بن عمار حدثنا أبو زميل حدثني أبو عباس حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا برجل فقال فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته يجر إلى النار في عباءة غلها اخرج يا عمر فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون فخرجت فنديت إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون حدثنا أبو سعيد حدثنا إسرائيل حدثنا سعيد بن مسروق عن سعدي بن عبيدة عن أبن عمر رضي الله عنه عن عمر أنه قال لا وأبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من حلف بشيء دون الله فقد أشرك حدثنا حماد الخياط حدثنا عبد الله عن نافعا أن عمر رضي الله عنه زاد في المسجد من الأستوانة إلى المقصورة وزاد عثمان رضي الله عنه وقال عمر رضي الله عنه لو لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبغي نزيد في مسجد ما زدت فيه حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبن عباس عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل معه الكتابة فكان مما أنزل عليه آية الرجم فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ثم قال قد كنا نقرأ ولا ترغبوا عن أبائكم فإنه كفر بكم أوي إن كفرا بكم أن ترغبوا عن أبائكم ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد هو رسول هو ربما قال معمر كما أطرت النصارى ابن مريم حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالمين عن أبن عمر رضي الله عنه أنه قال لعمر رضي الله عنه أني سمعت الناس يقولون مقالة فأليت أن أقول هلاكم زعموا أنك غير مستخلف فوضع رأسه ساعة ثم رفعه فقال إن ملها عز وجل يحفظ دينه وإني أن لا أستخليف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف وإن أستخليف فإن أبا بكر رضي الله عنه قد استخلى فقال فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن مالك بن أوسي بن الحدثان قال أرسل إلي عمر رضي الله عنه فذكر الحديث فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنورث ما تركنا صدقة حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبن المسيب قال لما مات أبو بكر رضي الله عنه بكي عليه فقال عمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء الحي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصى ما من ماله ونفسه وحسابه على الله عز وجل قال أبو بكر رضي الله عنه لا أقاتل أن من فرق بين الصلاة والزكاة إن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها فقال عمر رضي الله عنه والله ما هو إلا إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقطار فعرفت أنه الحق حسنا سفيان عن عمر وعن الزهري عن مالك بن أوسن عن عمر رضي الله فذكر الحديث وقال إن أموال بني النظير كانت مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركب فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل حسنا سفيان عن هشمين عن أبيه عن عاصم بن عمر رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطر الصائم حسنا سفيان عن يحيى يعني ابن سعيد عن عبيدي بن حني عن أبن عباس قال أردت أن أسأل عمر رضي الله عنه فما رأيت موضعا فمكثت سنتين فلما كنا بمر الظهران وذهب ليقضي حاجته فجاء وقد قض حاجته فذهبت أصب عليه من الماء قلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عائشة وحفصة رضي الله عنهما حسنا سفيان عن أيوبا عن أبن سيرين سمعه من أبي العجفاء سمعت عمر رضي الله عنه يقول لا تغلو صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة لا كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكح شيئا من بناته ولا نسائه فوق إثنتين عشرة وقية وأخرى تقولونها في مغازيكم قتل فلان شهيدا مات فلان شهيدا ولعله أن يكون قد أو قرع جز دابته أو ضف راحللته ذهبا وفضة يبتغئ تجارة فلا تقولوا ذاكم ولكن قولوا كما قال محمد صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله فهو في الجنة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد بن أبي عروبة أما الله علي عن قتادته عن سالمي بن أبي الجعد الغطافاني عن معدنا بن أبي طلحة اليعمري أن عمر رضي الله عنه قام خطبا فحمضا لها وأثنى عليه وذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وآبا بكر رضي الله عنه ثم قال إني رأيت رؤياك أندي كان مقرن نقرتين ولا أرى ذلك إلا لحضور أجلي وإن ناسا يأمرونني أن أستخلف وإن الله عز وجل لم يكن ليضيع خلافته ودينه ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن عجل بأمر فالخلافة شورى في هؤلاء الرهد الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فأيهم بايعتم له فاسمعوا له وأطيعوا وقد عرفت عرفت أن رجالا سيطعنون في هذا الأمر وإني قاتلتهم بيدي هذه على الإسلام فإن فعلوا فأولئك أعداء الله الكفرة الدلال وإني والله ما أدعو بعد شيئا هو أهم إلي من أمر الكلالة ولقد سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عنها فما أغلظ لي في شيء قط ما أغلظ لي فيها حتى طعنا بيده أو بأصبعه في صدري أو جنبي وقال يا عمر تكفيك الآية التي نزلت في الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقضي فيها قضية لا يختلف فيها أحد يقرأ القرآن أو لا يقرأ القرآن ثم قال اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار فإني بعثتهم يعلمون الناس دينهم وسنة نبيهم ويقسمون فيهم فيئهم ويعدلون عليهم وما أشكل عليهم يرفعونه إلي ثم قالا يا أيها الناس إنكم تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا الثوم والبصل لقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحه منه فيأخذ بيده حتى يخرج به إلى البقيع فمن كان آكلهما لابد فليمتهما طبخا قال فخطب بها عمر رضي الله عنه يوم الجمعة وأصيب يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة حتى عبد الرزاق قال وأخبرني هشيم عن الحجاج بن أرطاط عن الحكم بن عتيبة عن عمارة عن أبي بردة عن أبي موسى أن عمر رضي الله عنه قالا هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المتعة ولكني أخشى أن يعرسوا بهن تحت الأراك ثم يروحوا بهن حجاجا حثنا علي بن عاصمين أنبأنا يزيد بن أبي زياد عن عاصم بن عبيد الله عن أبيه أو جده الشك من يزيد عن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بعد الحدث ومساح على خففيه وصلى حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت عياضا الأجعرية قال شهدت ليرموك وعلينا خمسة أمراء أبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وابن حسنة وخالد بن الوليد وعياض وليس عياض هذا بالذي حدث سماكا قال وقال عمر رضي الله عنه إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة قال فكاتبنا إليه إنه قد جاش إلينا الموت واستمددناه فكتب إلينا إنه قد جاءني كتابكم تستمدوني وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحضر جندا الله عز وجل فاستنصروه فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل أقل من عدتكم فإذا أتاكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا ترجعوني قال فقاتلناهم فهزمناهم وقاتلناهم أربع فراسخة قال وأصبنا أموالا فتشاوروا فأشار علينا عياض أن نعطي عن كل رأس عشرة قال وقال أبو عبيدة من يراهني فقال شاب أنا إن لم تغضب قال فسبقه فرأيت عقصتي أبي عبيدة تنقزاني وهو خلفه على فرس عربي حثنا محمد بن بكر أنبأنا عيينة عن علي بن زيد قال قدمت المدينة فدخلت على سالم بن عبد الله وعلي جبة خز فقال لي سالم ما تصنع بهذه الثياب سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا إنما يلبس الحرير من لا خلاق له حثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر أراه عن حجاج عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قتل رجل ابنه عمدا فروفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجعل عليه مئاتا من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين ثنية وقال لا يرث القاتل ولولأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل والد بولده لقاتلتك حثناه شيم ويزيد عن يحيى بن سعيد عن عمر بن شعيب قال قال عمر رضي الله عنه لو لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل إن شيء لورثتك قال ودع خال المقتول فأعطاه الإبل حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبني إسحاق حدثني عبد الله بن أبي نجيح وعمرو بن شعيب كلاهما عن مجاهدي بن جبر فذكر الحديث وقال أخذ عمر رضي الله عنه من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين ثنية إلى بازل عامها كلها خليفة قال ثم دع أخا المقتول فأعطاها إياه دون أبيه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل إن شيء حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن عكريمة ابن خالد عن مالك ابن أوسي ابن الحدثان قال جاء العباس وعلي عليهما السلام إلى عمر رضي الله عنه يختصمان فقال العباس اقضي بيني وبين هذا الكذا كذا فقال الناس أفصل بينهما أفصل بينهما قال لا أفصل بينهما قد علما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنورث ما تركنا صدقة حدثنا إسماعيل عن أبن أبي عروبة عن قتادة عن أبن المسي بأن عمر رضي الله عنه قال إن من آخر ما أنزل آية الربا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلمت وأفي ولم يفسرها فدعوا الربا والريبة حسنا أبو عبد الله محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر رضي الله عنه قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ولكني كرهت أن يظلوا بهن معرسين في الأراك ويروحوا للحج تقطروا رؤوسهم حسنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن سعدي بن إبراهيم قال سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عطبة يحدث عن أبن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال حج عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأراد أن يخطب الناس خطبة فقال عبد الرحمن بن عوف إنه قد اجتمع عندك رعاع الناس فأخر ذلك حتى تأتي المدينة فلما قدم المدينة دنوت منه قريبا من المنبر فسمعته يقول وإن ناسا يقولون ما بال الرجم وإنما في كتاب الله الجد وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ولولا أن يقولوا أثبت في كتاب الله ما ليس فيه لأثبتها كما أنزلت حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة وعن سمكي بن حرب قال سمعت النعمان يعني ابن بشير يخطب قال ذكر عمر رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يتوي ما يجيد دقلا يملأ به بطنه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيدي بن المسيب عن أبن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نياح عليه وقال حجاج بالنياحة عليه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن قتادة قال سمعت رفي عن أبا العالية يحدث عن أبن عباس حدثني رجال قال شعبة أحسبه قال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وأعجبهم إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في ساعتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة وعن قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربي جانا مع عطبة بن فرقد أو بالشام أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا أسبوعين قال أبو عثمان فما عتمنا إلا أنه الأعلام حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج وأبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال جاءنا كتاب عمر حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وأبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمو قال صلى عمر رضي الله عنه الصبح وهو بجمع قال أبو داود كنا مع عمر بجمع فقال إن المشركين كانوا لا يفيدون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق سبير وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل طلوع الشمس حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول سأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تصيبني الجنابة من الليل فما أصنع قال أغسل ذكرك ثم توضأ ثم إرقد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سلمة ابن كهيل قال سمعت أبا الحكام قال سألت ابن عمر عن الجر فحدثنا عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر وعن الدباء وعن المزفة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن عاصمين الأحول عن عبد الله بن سرجس قال رأيت الأصيلع يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول أما إني أعلم أنك حجر ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الضباعية يحدث عن جويرية ابن قدامة قال حججت فأتيت المدينة العام الذي أصيب فيه عمر رضي الله عنه قال فخطب فقال إني رأيت كأن ديكا أحمر نقرا نقرة أو نقرتين شعبة الشاكو فكان من أمره أنه تعن فأذن للناس عليه فكان أول من دخل عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أذن لأهل العراق فدخلت في من دخل قال فكان كلما دخل عليه قوم أثنوا عليه وبقوا قال فلما دخلنا عليه قال وقد عصب بطنه بعمامة سوداء ولد ميسيل قال فقلنا أوصنا قال وما سأله الوصية أحد غيرنا فقال عليكم بكتاب الله فإنكم لن تضلوا ما اتبعتموه فقلنا أوصنا فقال أوصيكم بالمهاجرين فإن الناس سيكثرون ويقلون وأوصيكم بالأنصار فإنهم شعب الإسلام الذي لجئا إليه وأوصيكم بالأعراب فإنهم أصلكم ومادتكم وأوصيكم بأهل ذمتيكم فإنهم عهد نبيكم ورزق عيالكم قوموا عني قال فما زادنا على هؤلاء الكلمات قال محمد بن جعفر قال شعبة ثم سألته بعد ذلك فقال في الأعراب وأوصيكم بالأعراب فإنهم إخوانكم وعدو عدوكم حدثنا حجاج أنبأنا شعبة سمعت أبا جمرة الضباعي يحدث عن جويرية ابن قدامة قال حججت فأتيت المدينة العام الذي أصيب فيه عمر رضي الله عنه قال فخطب فقال إني رأيتك أن ديكا أحمر نقرا نقرة أو نقرتين شعبة الشاكو قال فما لبثا لبثا إلا جمعة حتى تعين فذكر مثله إلا أنه قال وأوصيكم بأهل ذمتيكم فإنهم ذمة نبيكم قال شعبة ثم سألته بعد ذلك فقال في الأعراب وأوصيكم بالأعراب فإنهم أخوانكم وعدو عدوكم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد وعبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن أبن عباس رضي الله عنه أنه قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب حتى محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن الشعبي عن سويدي بن غفلة أن عمر رضي الله عنه خطب الناس الجابية فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة وأشار بكفه حسنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيدي بن المسيبي عن أبن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نياح عليه حانى محمد بن جعفر حدثنا كهمس عن أبن بريدة ويزيد بن هارون حدثنا كهمس عن أبن بريدة عن يحيى بن يعمر سمع أبن عمر قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن ذات يومين عند نبي الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرقى ليزيد لا نرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فاخفيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام ما الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله هو أن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتعطي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال ثم قال أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان ما الأحسان قال يزيد أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل قال فأخبرني عن أمراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفة العرات رعاء الشيء يتطاولون في البناء قال ثم انطلق قال فلا بثمليا قال يزيد ثلاثا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم يا عمر أتدري من السائل قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا كهماس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر سمع أبنى عمر قال حدثنا عمر رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديثة إلا أنه قال ولا يرى عليه أثر السفر وقال قال عمر رضي الله عنه فلا بثت ثلاثا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر حثنا بهز قال وحدثنا عفان قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي نظرة قال قلت لجابري بن عبد الله إن أبنى الزبير رضي الله عنه ينهى عن المتعة وإن أبنى عباس يأمر بها قال فقال لي على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفان ومع أبي بكر فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول وإنهما كانت متعتني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء حنى حجاج أنبأنا ابن لهيعة عن عبد الله بنه بيرتا عن أبي تميمين أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثني بكيرو بن عبد الله عن بسري بن سعيد عن ابن السعدي المالكي أنه قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت له إنما عملت لله وأجري على الله قال خذ ما أعطيت فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق حنا حجاج حدثنا ليث حدثني بكير عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جبري بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال هششت يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم فقلت لا بأس بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما حتى نيحي بن إسحاق أنبأنا ابن لهيعة حدثنا عبد الله بن هبيرة قال سمعت أبا تميمين الجيشانية يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيلة لا ترون أنها تهدو خماصا وتروح بطانا حدثنا أبو نعيمين حدثنا سفيان عن علق متابن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبن يعمر قال قلت لابن عمر رضي الله عنه إن نسافر في الآفاق فنلقى قوما يقولون لا قدر فقال ابن عمر إذا لقيتموهم فأخبروهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء وأنه منه براء ثلاثا ثم أنشأ يحدث بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فذكر من هيئته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنه فدن فقال أدنه فدن حتى كد ركبته تمسان ركبتيه فقال فقال يا رسول الله أخبرني ما الإيمان أو عن الإيمان قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر قال قال سفيان أراه قال خيره وشره قال فما الإسلام قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان وغسل من الجنابة كل ذلك قال صدقت صدقت قال القوم ما رأينا رجلا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا كأنه يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله أخبرني عن الأحسان قال أن تعبد الله أو تعبده كأنك تراه فإن لا تراه فإنه لا راك كل ذلك نقول ما رأينا رجلا أشد توقيرا لرسول الله من هذا فيقول صدقت صدقت قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم بها بها من السائل قال فقال صدقت قال ذلك مرارا ما رأينا رجلا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا ثم ول قال صفيان فبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تمسوه فلم يجدوه قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم ما آتني في صورة إلا عرفته غير هذه الصورة حدثنا أبو أحمد حدثنا صفيان عن علق متابن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبن يعمر قال سألت أبن عمر أو سأله رجل إننا نسير في هذه الأرض فنلقى قوما يقولون لا قدر فقال ابن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن عبد الله ابن عمر منهم بريء وهم منه براء قالها ثلاث مرات ثم أنشأ يحدثنا قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال فقال يا رسول الله أدن فقال ابنه فدنا رتوة ثم قال يا رسول الله أدن فقال ابنه فدنا رتوة ثم قال يا رسول الله أدن فقال ابنه فدنا رتوة حتى كدت أن تمس ركبته ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الإيمان فذكر معناه حسن حسن بن موسى الأشياب حدثنا ابن لهيعة حدثنا الوليد بن أبي الوليد عن عثمان بن عبد الله بن سراقة العدوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أظل رأس غاز أظله الله يوم القيامة ومن جهز غازيا حتى يستقل بجهازه كان له مثل أجره ومن بن مسجدا يذكر فيه اسم الله بن الله له بيتا في الجنة حثنا عتاب يعني ابن زياد حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك أنبأنا يونس عن الزهري عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله بن عطبة عن عبد الرحمن بن عبد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عبد الله وقد بلغ به أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من فاته شيء من ورده أو قال من جزئه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى الظهر فكأنما قرأه من ليلته حدثنا خلف بن الوليد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت هذه الآية التي في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير قال فدعي عمر رضي الله عنه فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى أن لا يقرب أن الصلاة سكران فدعي عمر رضي الله عنه فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر رضي الله عنه فقرأت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون قال فقال عمر رضي الله عنه انتهينا انتهينا حثنا عفان حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي وإلن عن صباي بن معبد أنه كان نصرانيا تغلبيا فأسلم فسأل أي العمل أفضل فقيل له الجهاد في سبيل الله عز وجل فأراد أن يجاهد فقيل له أحججت فقال لفقيل له حجة واعتمر ثم جاهد فأهل بهما جميعا فوافق زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فقال هو أضل من ناقته أو ما هو بأهدى من جمله فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فأخبره بقوله ما فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا يحيى بن سعيد عن هشامين قال أخبراني أبي أن عمر رضي الله عنه قال للحجر إنما أنت حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ثم قبله دثنا وكيع عن هشامين عن أبيه أن عمر رضي الله عنه آتى الحجر فقالا إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك قالا ثم قبله حثنا وكيع حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويدي بن غفلة أن عمر رضي الله عنه قبله واتزمه ثم قال رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفيا يعني الحجر حنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الليل من ههنا وذهب النهار من ههنا فقد أفطر الصائم حثنا وكيع حدثنا هشام بن سعد عن زيدي بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما مثل الذي يعود في صدقته كمثل الذي يعود في قيه حثنا وكيع عن سفيانا عن أبي اسحاق عن عمر بن ميموء عن عمر رضي الله عنه قال كان أهل الجاهلية لا يفيدون من جمع حتى يقولوا أشرق سبير كيما نغيروه فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فكان يدفع من جمع مقدار صلاة المصفيرين بصلاة الغدات قبل طلوع الشمس حثنا وكيع حدثنا رباح بن أبي معروف عن أبن أبي مليكة سمع أبن عباس رضي الله عنه يقول قال لي عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت لا يعذب ببكأ أهله عليه حثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عاصم بن عبيد الله عن سالمين عن أبن عمر رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خففيه في السفر حثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمر بن ميموء عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من البخل الجبن وعذاب القبر وأرذل العمر وفتنة الصدر قال وكيع فتنة الصدر أن يموت الرجل وذكر وكيع الفتنة لم يتوب منها حثنا وكيع حدثنا عمر بن الوليد الشني عن عبد الله بن بريدة قال جلس عمر رضي الله عنه مجلسا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسه تمر عليه الجنائز قال فمروا بجنازة فأثنوا خيرا فقال وجبت ثم مروا بجنازة فأثنوا خيرا فقال وجبت ثم مروا بجنازة فقالوا خيرا فقال وجبت ثم مروا بجنازة فقالوا هذا كان أكذب الناس فقال إن أكذب الناس أكذبهم على الله ثم الذين يلونهم من كذب على روحه في جسده قال قالوا أرأيت إذا شهد أربعة قال وجبت قالوا أو ثلاثة قال وثلاثة وجبت قالوا واثنين قال وجبت ولا أن أكون قلت واحدا أحب إلي من حمر النعم قال فقيل العمر هذا شيء تقوله برأيك أم شيء سمعته سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة قال بلغ عمر رضي الله عنه أن سعدا لما بنى القصر قال إن قطع الصويت فبعث إليه محمد بن مسلمة فلما قدم أخرج زنده وأورنار هو ابتاع حطبا بدرهامين وقيل لسعد إن رجلا فعل كذا وكذا فقال ذاك محمد بن مسلمة فخرج إليه فحلف بالله ما قاله فقال نؤدي عنك الذي تقول هو نفعل ما أمرنا به فأحرق الباب ثم أقبل يعرض عليه أن يزوده فأبى فخرج فقدم على عمر رضي الله عنه فهجر إليه فسار ذهابه ورجوعه تسعة عشرة فقال لو لا حسن الظن بك لرأينا أنك لم تؤدي عنا قال بل أرسل يقرأ السلام ويعتذر ويحلف بالله ما قاله قال فهل زودك شيئا قال لا قال فما منعك منعك أن تزودني أن تقال إني كرهت أن أمر لك فيكون لك البارد ويكون لي الحار وحولي أهل المدينة قد قتلهم أجوع وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشبع الرجل دون جاره آخر مصند عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث الصقيفة حثن إسحاق بن عيسى الطبع حدثن مالك بن أنس حدثني ابن شيهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبن عباس أخبره أن عبد الرحمن بن عوف رجع إلى رحله قال ابن عباس وكنت أقرأ عبد الرحمن بن عوف فوجدني وأنا أنتظره وذلك بمينا في آخر حجة حجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عبد الرحمن بن عوف إن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إن فلانا يقول لو قد مات عمر رضي الله عنه بايعت فلانا فقال عمر رضي الله عنه إني قائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الرهطة الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم قال عبد الرحمن فقلت فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاة الناس وغوغاءهم وإنهم الذين يغلبون على مجلسك إذا قمت في الناس فأخشى أن تقول مقالة يطير بها أولئك فلا يعوها ولا يضعوها على مواضعها ولكن حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة وتخلص بعلماء الناس وأجرافهم فتقول ما قلت متمكنا فيعون مقالتك ويضعونها مواضعها فقال عمر رضي الله عنه لإن قدمت المدينة سالما صالحا لأكلمن بها الناس في أول مقامين أقوم هوف لما قدمنا المدينة في عقب ذي الحجة وكان يوم الجمعة عجلت الرواحة سكت الأعمى فقلت لمالك وما سكت الأعمى قال إنه لا يبالي أي ساعة خرج لا يعرف الحر والبرد ونحو هذا فوجدت سعيد بن زيد زيد عند ركن المنبر الأيمن قد سبقني فجلست حضاءه تحك ركبتي ركبته فلم أنشب أن طلع عمر رضي الله عنه فلما رأيته قلت لا يقول أن العشية على هذا المنبر مقالة ما قالها عليه أحد قبله قال فأنكر سعيد بن زيد ذلك فقال ما عسيت أن يقول ما لم يقل أحد فجلس عمر رضي الله عنه على المنبر فلما سكت المؤذن قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد أيها الناس فإني قائل مقالة قد قدر لي أن أقولها لا أدل علها بين يدي أجلي فمن وعاها وعقلها فليحدث بها حيث انتهت به راحل لته ومن لم يعيها فلا أحل له أن يكذب علي إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان مما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل لا نجد آية الرجم في كتاب الله عز وجل فيضل بترك فريضة قد أنزلها الله عز وجل فالرجم في كتاب الله حق على من زن إذا أحصنا من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف ألا وإن قد كنا نقرأ لا ترغبوا عن أبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن أبائكم ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم عليه السلام فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله وقد بلغني أن قائلا منكم يقول لو قد مات عمر رضي الله عنه بايعت فلانا فلا يغترن إمرء أن يقول إن باعة أبي بكر رضي الله عنه كانت فلتة ألا وإنها كانت كذلك ألا وإن الله عز وجل وقشرها وليس فيكم اليوم من تقطعوا إليه الأعناق مثل أبي بكر رضي الله عنه ألا وإنه كان من خبرنا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علي والزبير ومن كان معه ما تخلفوا في بيت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت عنا الأنصار بأجمعها في صقيفة بني ساعدة واجت مع المهاجرون إلى أبي بكر رضي الله عنه فقلت له يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار فانطلقنانا أمهم حتى لقيانا رجلان صالحان فذكر لنا الذي صنع القوم فقال أين تريدون تريدون يا معشر المهاجرين فقلت نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار فقال لا عليكم أن لا تقربوهم واقضوا أمركم يا معشر المهاجرين فقلت والله لنأتي أنهم فانطلقنا حتى جاءناهم في صقيفة بني ساعدة فإذا هم مجتمعون وإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل فقلت من هذا فقالوا سعد بن عبادة فقلت ما له قالوا وجع فلما جلسنا قام خطبهم فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله وقالا أما بعد فنحن أنصار الله عز وجل وكتيبة الإسلام وأنتم يا معشر المهاجرين رهتم منا وقد دفت دافة منكم يريدون أن يخزلون من أصلنا ويحضنون من الأمر فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أردت أن أقولها بين يدي أبي بكر رضي الله عنه وقد كنت أداري منه بعض الحدي وهو كان أحلم مني وأوقر فقال أبو بكر رضي الله عنه على رسلك فكرهت أن أغضبه وكان أعلم مني وأوقر والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قالها في بديهته وأفضل حتى سكت فقال أما بعد فما ذكرتم من خير فأنتم أهله ولم تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين أيهما شئتم وأخذ بيدي وبيدي أبي عبيدة ابن الجراحي فلم أكره مما قال غيرها وكان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثمين أحب إلي من أن أتأمر على قومين فيهم أبو بكر رضي الله عنه إلا أن تغير نفسي نفسي عند الموت فقال قائل من الأنصار أنا جذيلها المحكك وعوذي رقها المرجب منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش فقلت لمالك ما معنى أنا جذيلها المحكك وعوذي رقها المرجب قال كأنه يقول أنا داهيتها قال وكثور اللغة وارتفعت الأصوات حتى خشية الاختلاف فقلت أبسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فباعته وبايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار ونزونا على سعدي بن عبادة فقال قائل منهم قتلتم سعدا فقلت قتل الله سعدا وقال عمر رضي الله عنه أما والله ما وجدنا فيما حضرنا أمرا هو أقوى من مبايعه أبي بكر رضي الله عنه خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن باعة أن يحدث بعدنا باعة فإما أن نتابعهم على ما لا نرضى وإما أن نخالفهم فيكون فيه فساد فمن بايع أميرا عن غير مشورة المسلمين فلا باعة له ولا باعة للذي بايعه تغرة أن يقتل قال مالك وأخبرني ابن شيهاب عن عروة بن الزبير أن الرجلين الذين لقياه مع ويمير بن ساعدة ومعنو بن عدي قال ابن شيهاب وأخبرني سعيد بن المسيبي أن الذي قال أنا جذيلها المحكك وعوذيقها المرجب الحباب بن المنذري فدثنا إسحاق بن عيسى أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير دور الأنصار بن النجاري ثم بن عبد الأشهال ثم بلحارث بن الخزرج ثم بن ساعدة وقال في كل دور الأنصار خير حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا مالك عن نافع عن أبن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إسحاق بن عيسى أنباء نمالك عن نافع عن أبن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة حدثنا إسحاق بن عيسى أنباء نمالك عن نافع عن أبن عمر رضي الله عنه قال كنا نتبايع الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث علينا من يأمرنا بنقله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك عن نافع عن أبن عمر رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه حدثنا إسحاق بن عيسى أنباء نمالك عن نافع عن أبن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد فإنه يقوم قيمة عدل فيعطى شركائه حقهم وعتق عليه العبد وإلا فقد أعتق ما أعتقى حنى سفيان عن أيوبا عن سعيد قال قلت لابن عمر رضي الله عنه رجل لاعن امرأته فقال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وذكر الحديث ترجمة نانسي قنقر